الكلام حلو النهاردة عن الأهل في النهائي وكأس ليفربول أما لقطة صلاح مع مؤمن زكريا فهنا سأسكت قوي اشتركوا في القناة أصل الحكاية حكاية صلاح حكاية ما بتخلص حكاية كلها بطولات وفخر يوم بعد يوم بنفرح معاه بنفرح بفرحته وزود على ده جبل الخواطر أصل اللي يعمل لقطة مؤمن زكريا دي النهاردة لازم يكون صلاح صلاحه بس أصل لو فكرت فيها وحتى لو نواياك مش ولابد مستحيل تقول أصل صلاح بيدور على تريند أو بياخد لقطة علشان هو أصلا التريند علشان هو أصلا اللقطة النهاردة وبسبب صلاح العالم كله عارف مؤمن وحالته العالم كله كان بيدعي المؤمن مش بس دعوات المصريين اللي عمله صلاح النهاردة ببساطة حلو حلو قوي كمان تصرفات من البلد الجدع الشهب ابن مصر ترجمة نانسي قنقر والحادث يالحراب يا مؤمن يا ذكرية مؤمن على تبيعو التقلل قل 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 عملها مؤمن ذكرية قل 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 أخيرًا أخيرًا يدرك التوفيق مؤمن ذكرية العرضية موجودة في ص joints الخطورة قل 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 مؤمن ذكرية مؤمن بطع من س Lingual مؤمن قل عملها عملها مؤمن ذكرية име強 time is 안네요 ب испыт тяжesper لا 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 يعني لقطة بمليون جنيه ممكن تقول مليار جنيه أو مليار دولار مليار ستيليني لقطة لا تقدر بمال أصلا لقطة يعني الواحد النهارضه كان مستمتع بيها بشكل كان فخور بيها بشكل بالمناسبة أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من رقم عشر بس الفيديو شديني الفيديو بسطني الفيديو مفرحني الفيديو مخلي رقبتي في السماء زي ما دايما صلاح بيعمل زي ما دايما صلاح بيورينا زي ما دايما صلاح بيفرجنا زي ما صلاح بيسجل النهاردة سجل أحلى أهدافه على مر التاريخ ده أحلى هدف على مر التاريخ بالنسبة لمحمد صلاح مفيش جول بعد كده مفيش مهارة بعد كده مفيش حرفانة بعد كده مفيش جمال بعد كده مفيش موهبة بعد كده مفيش عظمة بعد كده ده اللي عمله محمد صلاح النهاردة مليون سلامة على مؤمن زكريا ربنا يا رب ايش فيه النهاردة العالم كله بيدعي المؤمن زكريا مش بس دعوات المصريين النهاردة العالم كله بيتفرج على مين ده مين اللي في غرفة ملابس ليفربول بيحتفل معاهم بكأس الاتحاد الانجليزي بيسألوا مين ده النهاردة عرفوا مؤمن زكريا عرفوا حالة مؤمن زكريا عرفوا انه كان لعيب كبير وعظيم بسبب محمد صلاح اه احنا مؤمن زكريا ما بيترش على بل او من بلنا لحظة واحدة بس النهاردة هو قال للعالم كله الراجل ده كان لعيب عظيم الراجل ده ظروفه الصحية بعدته عن الملعب الراجل ده ادعوله ربنا يشفيه بلقطة اديك شايفة هون الصحف العالمية كلها واخدر اللقطة المواقع العالمية كلها واخدر اللقطة اساطير كرة القدم في العالم واخدر اللقطة اساطير الفن والرياضة وكل شيء واخدر اللقطة دي النهاردة في بعد كده عظمة في بعد كده جمال الله على صلاح وحلوة صلاح بصراحة يعني كل مرة يديك مشهد يديك لقطة رائعة هوا مش ميكاف فيه انه بيخلينا كل يوم فخورين النهاردة يا جماعة محمد صلاح بياخد بطولة جديدة مع ليفربول النهاردة محمد صلاح خلاص قفل العداد مع ليفربول كل البطولات باستثناء الدرع الخارج كل البطولات الممكنة خدها مع ليفربول محمد صلاح اللي قابليه كنا بنحلم بلاعب يشارك أوروبيا مش ياخد بطولة مش ياخد هداف مش ياخد جايزة عالمية مش يبقى من أفضل اللاعبين في العالم مش نبقى زعانين لو ما خدش بلندور مش نبقى زعانين لو ما خدش جايزة باست بتاعت الفيفا ايه ده ايه العظمة والجمال ده يا محمد يا صلاح ويجي حد ولا اقولك والله ما بتكلم على الحد ده ناس الصغيرة يعني ناس الصغيرة يعني اللي بتقع تلقح أو تلمح أو تصطاد لمحمد صلاح مش عايز اتكلم عنهم في اللقطة الحلوة دي هي ناس صغيرة ناس ما بتفكرش صح خلينا نقولها بمعنى أكثر تهزيبا يعني محمد صلاح النهاردة خد بطولة مع ليفربول خرج مصاب من المباراة قل بنا وقع محمد صلاح مش لعب فينال دورة أبطال أوروبا ولا ايه محمد صلاح تلعب تصريحات بعد المباراة وقال انه جاهز لنهاية دورة أبطال أوروبا قدام ريال مادريديوم 28 مايو جاهز نهاردة محمد صلاح لما خرج من المباراة قوة ليفربول الهجومية نقص بتاعتمين في المياه رغم ان لويس دياز عمل مباراة كبيرة جدا النهاردة بس محمد صلاح في الملعب ألأ لأي دفاع ألأ لأي خصم تمريداته تزداده مهاراته كل شيء محمد صلاح مهم ايه يا جماعة ده عارفين كنت أفكر من كام يوم كده لبعض الناس اللي أنا كنت لسه بتكلم عنهم دول اللي بيقلنوا من محمد صلاح ويعملوا أي مشكلة لمحمد صلاح ويتكلموا على محمد صلاح باية طريقة سلبية احنا هنقعد نفتكر محمد صلاح ده سنوات وسنوات احنا كان عندنا محمد صلاح ربنا يبارك وربنا يكرمنا ويبقى فيه أكتر من محمد صلاح في المستقبل الله الله هو أعلم بالمستقبل بس خلينا واقعي نموذج محمد صلاح ده لا شفناه قبل كده وربما نحتاج لسنوات عشان نشوفه بعد كده عشان ما نجزمش يعني بالمستقبل في علم الغيب ده بتاع رب بس اللي بيعملوا محمد صلاح ده مدهش مبهر خيالي والله ما كنا نحلم به والله ما كنا نحلم به نقطة مؤمن زكريا النهاردة الناس كلها بتنشرها الناس كلها بتتكلم عنها لا حد النهاردة تتكلم بشكل كبير عن فوز ليفربول أصلا بالكاس النهاردة ولا حد تتكلم طبعا عن الإنجاز العظيم بوصول النادي الأهلي النهاء الثالث على التوالي بدور أبطال أفريقيا وكل التوفيل إن شاء الله وده من الوداد وهيكسب الوداد على ملعبه إن شاء الله بإذن الله الأهلي يكسب الوداد على ملعبه وهيكسب الوداد على ملعبه بس اللقطة دي خطفت الأضواء وهو بصراحة مش هينفع تقول زي ما قلت في المقدمة مش هينفع تقول أصلا عايز يركب ترند أصلا عايز ياخد اللقطة أصلا محمد صلاح يا لو حبيت أخد اللقطة على باب الله ده ياخد اللقطة على باب الله كده محمد صلاح كده كده واخد اللقطة كده كده هو الترند مش محتاج يعني فأكيد حسن النواية كانت موجودة أكيد حسن النواية في اللقطة دي كانت موجودة يقول لك أصلا صلاح اضغر أصلا صلاح ما بيحب الزميله أصلا صلاح بيحب نفسه أصلا صلاح بيحبش منتخبه أصلا صلاح بيحب ليفربول أكتر اي كلام اي كلام اي كلام بالمناسبة يعني صلاح لو كان بيعاني من بعد كاس الأومة الأفريقية وتصفاد كاس العالم مع ليفربول وده بشكل واضح معاناة نفسية ومعنوية فده عشان خاطرنا عشان خاطر منتخب بلده عشان خاطر له زعلان على منتخب بلده عشان خاطر زعلان على نفسه وعلى مشواره في هذا العام الرائع هو زعلان هو اكتر واحد فينا زعلان بالمناسبة يعني اكتر واحد فينا زعلان من خروجنا من تصفاد كاس العالم ومن خروجنا من نهاية كاس الأومة الأفريقية هو محمد صلاح متخيل متخيل محمد صلاح وحجم الانجازات اللي عملها فردية وجامعية يا فندم دا احنا كنا بنروح كلهم لعيبة عظيمة وكبيرة واسماء كبيرة مرت على تاريخ مصر في أوروبا كبيرة بس يعني بنفرح قوي لو لعب نافس على دوري مش عايزة أقول دوري بعينه عشان ما يتفنمشي أنا بتكلم على لعب بعينه بس أي دوري صغير مش دوري انجليزي يعني بينافس مجرد انه بينافس مجرد انه بيسجل هدف مجرد انه بيشارك في مباراة في الدوري تمهيدي في دوري أبطال أوروبا مجرد كنا بنبقى فرحانين وبنتنطط احنا التوقعات بتاعتنا بالنسبة لمحمد صلاح بقت عادية لدرجة انها من كتر ما بقت عادية بقى ننتقده ونشايفينه وبنقلل منه أحيانا يا سلام يا سلام يقولك أصل تصريحاته اللي قالها انه يتمنى يلاقي عبريال مدير في دوري أبطال أوروبا دي تصريحات غير ذكية وتصريحات ما ينفعش تطلع من لعب محترف آسف ده هي أصلا التصريحات دي اللي بتطلع من اللاعبين المحترفين احنا اللي فاهمين غلط في لعب بالكلام في لعب بالتصريحات في لعب بالتصريحات اللي أنا أحاول أهد الخصم أو المنافس اللي هلعبه نفسيا رو معنويا ده لعب بالتصريحات بيعملوا كل نجوم العالم وكل مدربين العالم بالمناسبة يعني وراجع بقى وهبقى أجيبلكم في الحلقات اللي جاية ياما كريستيانو قالت كلمتين دول ياما ميسي قالت كلمتين دول وياما مورينيو قال ألف كلمة من دول وياما بيب جورديولا رمى كلام ويب جورديولا من كام يوم إفرا وبرباتوف لعبة منشستر نايتد ده بالشيء يوسكر يعني طلعوا قالوا أنه منشستر سيتي ما عنده الشخصية فرح بيب جورديولا طلع في المؤتمر الصحفي قال أنا لما لعبتهم اللي اتنين دول لعبية منشستر نايتد برباتوف وباتريس إفرا قال ما لعبتهم في دورة أبطال الأوروبة لما كان مدرب برشلونا ما شفتش الشخصية دي عنده عادي كلام رايح وجاي كلام رايح وجاي بتحصل إحنا هنا عشان وصلنا لمرحلة إيه هقولك أنا بقى بصراحة شديدة يلا فرصة والواحد متحمس كده وفرحان باللقطة دي يتكلم بالصراحة الشديدة إحنا وصلنا لمرحلة إن إحنا كلنا بدون استثناء بقينا نخايفين نقول رأي عادي وطبيعي كلنا تيجي تتكلم مع واحد يقولك إيه يعني مثلا طلعت النهاردة قلت الأهلي هيكسب دور أبطال أفريقيا إن شاء الله يقولك إيه الحق ده يا هلاوي ليه يا عم بيمس المصر لما أقولك إنه الزمالك مع فريرا هيعمل أداء كويس الفاترة اللي جاية إلحق نعملي السابورت في بيريرا ومش بيعمل كده مع موسيماني تيجي تتكلم عن الإسماعيلي تقول الإسماعيلي دلوقتي في مرحلة صعبة جدا أنت بتوقع الإسماعيلي أنت ما هو في مرحلة صعبة مثلا فبقى الكلام طول الوقت بالنسبة لنا في الكورة في حساسية طول الوقت في حساسية ما نتكلم بصراحة ونتكلم بوضوح بدل التربص في كل كلمة وكل حرف أنت بتقوله عشان كده لما صلاح قال الكلمتين دول بقى خارج عادتنا الرياضية خب بالك من لفظ بقى خارج عادتنا الرياضية إحنا ما نعرفش نقولك كلمتين دول لأ هتطلع تقول أتمنى واجه ريال مدريد أنت بتقلم من ريال مدريد أنت بتصغل من ريال مدريد عادي ده بيحصل في أوروبا لعبة المايند جيم ده أصلا موجود في العالم كله في الكرة تحديدا في اللعبة نفسها إحنا منلعب عارف إنت لما تلعب مع واحد بلايستيشن تقوله إيه قبل ما تلعبه هكسبك هكسبك سبعة بتعد لحد كام لعبة لعبة بنقول بيها تصريحات بتتوقع اللي جنبك بتقلل من المنافس عشان تهده نفسيا ومع نويا عادي إحنا بس اللي بقينا حسسين قوي حسسين قوي إحنا منتكلم في الكرة إلحق ده قال حاجة بتعمل تعصف إلحق ده قال حاجة بتعمل مشكلة إلحق ده قال حاجة بتعمل أزمة إلحق ده قال حاجة سيبه ليه تكلم إحنا منتكلم في الكرة راح نتكلم في إيه كورة يعني نتكلم في الكورة فانتكلم وإحنا براحتنا يعني ما فيهاش مشكلة يعني الكلام في الكورة فعلا ما يعملش أزمة فيه كلام طبعا ممكن يعمل أزمات بس في الكورة ما بيعملش أزمة فخلوها كده الراجل لما تكلم بطريقة زي ما قلت لك كده هو الكلام خارج عادتنا دلوقتي عادتنا الرياضية في الكلام في الكورة ما بقناش نعرف نقول الكلمتين دول عشان أنت على طول بقيت حساس إلحق فلان قال كذا إلحق فلان قال كذا يا رب يوفق صلاح يا رب يلعب الفاينال بإذن الله ويبقى كامل صحيا كامل هو واضح أنه كان عنده حاجة في العضلات تقريبا العضل الأمية والعضل الضمة ليفربول ما طلعش حاجة واضحة بهذه الإصابة بس إن شاء الله يبقى موجود في الفاينال قدام نيال مدريد ويكسب دوري أبطال أوروبا للمرة التانية في تاريخه عندها لقى مصر يا جماعة بينافس على نهاء دورة أبطال أوروبا للمرة التانية هو طبعا ده التالت فاينال مع ليفربول بس بينافس على البطولة للمرة التانية ممكن ياخد البطولة للمرة التانية أنت متخيل يا مؤمن متخيل يا نهرب يض ده أكتر من أحلامنا رجل ده حقق اللي هو أكتر من أحلامنا محمد صلاح محمد صلاح الاسم العظيم ده خدوا بالكوا يا جماعة خدوا بالكوا أن احنا مش بيجينا كل يوم محمد صلاح عد حاجاتك مش كل يوم بيجينا محمد صلاح كلهم لعبة كبيرة وعظيمة في تاريخ مصر وأسمعها محترمة جداً وأدوا واجتهدوا وساعدوا منتقى مصر وكل الفرق اللي لعبوا لي بيبليها بس محمد صلاح لأ النموذج ده مش بس مجرد لعب كورة احنا منفعش تعلم مع محمد صلاح إنهم مجرد لعب كورة لأ ده أثر في أطفال قد إيه في الشباب قد إيه بقى نموذج وحلم لشباب قد إيه الراجل اللي جاي من نجريج اللي بقى موجود دلوقتي اسمه أبرز اسم في العالم ده مش بيخلي عند الشباب كلهم طموح عظيم ما هو ده زي زيه 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 بيقولوا كده شرم من لها زيه زيه عادي كلنا نقدر فنموذج مثال نقعد إحنا نجرح وانشغبط وانزع وإكن أي حد لازم هتقول لي يعني هو إيه يعني خارج الانتقاد والهجوم ومش عارف إيه هو مين لا طبعا أي شخص في الكون بيانتقد عادي بس لازم تقدر إيمة محمد صلاح لازم عشان لما يبقى بكرة فيه واحد تموحه يبقى محمد صلاح ما يقولش يعني هنا لو بقيت محمد صلاح يعني الناس هتقول عليه ما هتقول عليه لا يا زي ما قالوا محمد صلاح مش عارف بيعمل إيه وبيعمل إيه لا قدوا المثل إنه الراجل ده اللي بيشرف بلده اللي بيرفع راسنا للسماء هنحطه فوق الراس طول الوقت عشان حد غيره شايفه لما يعمل كده يبقى عارف إنه هيتحط فوق الراس وهيرفع رقبنا ونفضل نشجع ونهتف باسمه الله الله قطى الحلوى النهاردة وربنا يا رب يشفي مؤمن زكريا وإذن الله يفضل وسطينا سالم غانم ويبعد عنه كل شر بإذن الله يا رب ده فيما يخص محمد صلاح وزي ما قلت لكم محمد صلاح أكد جايزيته للمشاركة في نهاية دورة أبطال أوروبا وده في تصريحات ألها لمراسلة إنجليزية اسمها كاري براون بعد المباراة أجلها ما تلاقيش أنا هبقى موجود في المباراة النهاية افرحوا دلوقت بكأس الاتحاد الإنجليزي المباراة بقى المباراة نفسها ليفربول عمل مباراة كبيرة قاوى قدام شيلسей النهاردة وعدم مباراة كبيرة لويز دياز اللعب ألكلومبي الصفقة الزهبية ليفربول اليورجان كلوب اللي تحسب اليورجان كلوب عمل مباراة كبيرة جدا بس ما قديرش ليفربول يسجل أهداف وبالمثل شيلسي كمان ما سجلش أهداف انتهت المباراة بالتعادل السلبي انتهى الوقت الإضافي بالتعادل السلبي لعب ضربات الترجيح المفارقة الوحيدة في ضربات الترجيح اللي فازت بها فريق ليفربول هي ضربة الترجيح الضائعة من ساديو ماني كانت الخمسة كان لو سجلها هيكسب ساديو ماني سدد في مرمى مين ساديو ماني السنغالي سدد في مرمى ميندي السنغالي فميندي صدها منه بكل سهولة ويسر دي بس اللعطة أو المفارقة في ضربات الترجيح غير كده تقلق كل لعبي ليفربول في تسديد ضربات الترجيح سواء جيمس ميلنر أو تياجو ألكنتارا وفرمينيو وآرنولد وديجو جوتا وشميكلس اللي سجل ضربة الترجيح اللي رجحت ليفربول في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي من 2006 من 2006 ساديو ماني اللي ضايع ضربة الترجيح من ليفربول أما تشيلسي فسدد له ماركوس ألونسو ورياس جيمس وباركلي وجورجينيو وحكيم زياش وأهضر لتشيلسي أسبالكويتا وماونت فرحانا أنا في ماونت شوية عشان كل المباراة قدام محمد صراحة خانين معي بس عادي يعني ماشي بطرات محمد صلاح بقى مع ليفربول حتى الآن فاس بالدول الإنجليزي موسم 2019-2020 أمام حضراتكم أهو فاس بدوري أبطال أوروبا 2018-2019 فاس بكاس العالم الأندية 2019 فاس بكاس السوبر الأوروبي 2019 فاس بكاس رابطة المحترفين الإنجليزي 2022 وأيضا كأس الاتحاد الإنجليزي 2022 يعملي تاني الراجل ده مش فات فاضله بس الدرعة الخيرية ويسمعها درعة خيرية بسيطة يعني بطول عشبة بالوداية زي السوبر كده عندنا السوبر المصري السوبر الإنجليزي اسمه الدرعة الخيرية دي اللي فضلاله هيكسبها يبقى في العداد تماما مع ليفربول ده نموذج مشرف وعظيم النهاردة عمر مرموش شارك في لقطة هي الأبرز لفريق شتوتجرد في الدوري الألماني في الموسم ده إنه أبقى على فريقه في الدوري الألماني شتوتجرد النهاردة كان عنده مباراة قدام كولون فاس فيها بهدف دونراد الهدف كان ضربة ركنية عملها عمر مرموش وتحولت بعد كده بعد لمسة ولمسة عفوا للمباراة خستين واحد كرة من الهدفين كان عمر مرموش عمل الركنية وسجل من ركلة الركنية هدف شتوتجرد عشان يصعد أو يبقى شتوتجرد في الدوري الممتاز الألماني بمعجزة وبصعوبة كبيرة مليون مبروك لعب كبير جاي إن شاء الله بإذن الله يثبت على مستوى وتألق أكتر وتطور أكتر يبقى عندنا إن شاء الله بإذن الله محمد صلاح آخر ده بالنسبة لعمر مرموش نيجي بقى للأهلي نيجي بقى للأهلي الأهلي النهاردة تعادل مع وفاق ستيف 2 في مباراة العودة بعد ما كسب مباراة الزهاب 4-0 عشان يسعى لنهاء دوري أبطال أفريك قلت لكم من مباراة الزهاب الكلام اللي هو المعلب أو الكلام الإخليشيات إنه الأهلي لسه عنده مباراة عودة وإنه ما ينفعش ما يركز في مباراة العودة ولسه ما حسمش صعوده للنهائي ده الكلام اللي ممكن يقولون المدرب للعابين عشان يخليهم يلعبوا برجولة وأداء وتركيز لكن 4-0 وفاق ستيف ومباراة الزهاب كانت حسمت الأمور تماماً خاصاً للأهلي وفاق ستيف فرق المستوى كبير بينهما تعادل الأهلي النهاردة 2-2 وتقلق برستاة وتقلق عبدالقادر وتقلق عدد من لعبي النادي الأهلي ورغم أن النادي الأهلي النهاردة ما عملش أفضل مستواته بس كان بيلعب في المضمون محمد شريف نهاردة كمان سجل هدف أحمد عبدالقادر كان سجل هدف الأول مبكر محمد شريف بمجرد نزوله سجل هدف التعادل للنادي الأهلي مباراة ما فعش كلام فني كتير بصراحة ده ما قلت لك الأهلي كان بيحاول يعني ما يطلعش خسران من المباراة عشان هو الأهلي يعني بس في كل الأحوال كان الأمور حسمت مع الهدف المبكر كمان سجل أحمد عبدالقادر كان محتاجه فاق ستيف 6 أهداف عشان يسعد وحتى لو ما كانش الأهلي سجل هدف ده فهو فاق ستيف مستحيل سجل 4 أهداف أو كان مستحيل يسجل 4 أهداف في النادي الأهلي مرحوظة بس بسيطة جدا علي معلول مرهق مرهق جدا وأتصور أنه تغييره النهاردة تأخر كثير يعني كان المفهود يتم تغييره عشان يريح المبركة مضمونة شبه مضمونة للأهلي علي معلول شكله مرهق مش بقول إنه مستوى وحش بس مرهق تغطياته والجري الكتير ومجهوده الهجومي والدفاعي أقل من العادي بتاع علي معلول فهو أكيد محتاج يريح من أكتر العيبة اللي في الأهلي ما بتريحش والأهلي محتاج يريحه الفترة اللي جاي وأعتقد مسلماني هيعمل كده قبل المباراة نهاية دوري أبطال أفريقيا المباراة كمان شاهدت عودة رامي ربيعة في هذه المواجهة بعد غياب طويل بسبب الإصابة طيب المباراة النهاية المباراة النهائية النهاردة النادي الأهلي من شوية زغيرة أصدر بيان قال فيه يعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا طريقا عصر غد برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي الكورة القدم وذلك لمنقشة ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بأزمة المباراة النهائية لدوري الأبطال بعد القرار غير العادل الذي صدر متأخرا من الاتحاد الأفريقي الكورة القدم بإسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي ومنح أحد طرفي المباراة النهائية فرصة اللعب على ملعبه ووسط جماهيره على حساب الطرف الآخر ويستعرض المجلس باجتماعه كافة الخطوات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها خلال الأيام القليلة الماضية ويكون باتخاذ الكارات التي تحفظ حقوق النادي الأدبية والفنية مش نقف هنا بقى شوية نقف هنا شوية بس قبل ما نقف تعالى بالمرة ناخد تصريحات الكابتن سالب حفيز مدير الكورة في النادي الأدب عشان يمتعلق برضه بهذا الأمر بعد كان نتكلم شوية كابتن سالب حفيز النهاردة قال المهم أن احنا حققنا الصعود وتواجدنا في النهائي للموسم الثالث على التوالي بعد المباراة قال إن الوداد فريق محترم هيلعبوا تالت نهائي ليهم في آخر ست مواسم وهذا يجد على قوتهم وشخصيتهم يتوجدون في نصف النهائي بشكل مستمر وسط الكبار وقال لا يوجد ده بقى كلامه على النهائي لا يوجد كارة في العالم يستطيع فيها ملعب واحد للمباراة النهائية لسلاس مواسم لمسلمين على التوالي هذا الأمر لا يحدث على الإطلاق هذا الأمر بعيدا عن الوداد لكن سواء كان بالتصويت أو غيره لا يمكن السماح لهذا الملعب بالترشح بعد فوزه باستضافة النهائي في آخر يعني في النهائي اللي فات والنهائي الحالي ده سيد عبد الحفيز وده بعيني النادي الأهلي نقف بقى هنا قبل ما نروح لتصرحات بيتسو موسيمانش في رأيين في هذا الملعب لا لبكرة هيتخذ قراره وله كامل الحرية في اتخاذ قراره اتجاه أو ضد الكاف بصراح اللي عمله الكاف هي فضيحة تاريخية هي فضيحة تاريخية بصراح يعني بس ما فيهاش تزويق كلام بتلعب على ملعب لسنتين متليتين تختار المغرب اللي هي البلد اللي ليها طرف في المباراة النهائية تستنى بعد السيمي فاينال عشان تختار المباراة او ملعب المباراة النهائية كل حاجة شكلها وحش كل حاجة شكلها وحش وبالتالي الاهلي مظلوم ظلم بيّن في هذا الامر يعني دي حاجات ما فيهاش منقشة هتقول لي ما هو الاهلي اخطأ هوا اتحاد الكرة انه ما ارسلوش من الاول طلب باستضافة المباراة النهائية في مصر اقول لك صح ومعاك وبقيدك وانا قلت هنا الكلام ده انه لو فيه ملحوظة على الاهلي او اتحاد الكرة فهي دي تمام بس ده ابدا مش معناه انك تستنى للمباراة النصف النهائية ما بعد مباراة الزهاب كمان عشان تعرف مين طرفين نهائي ففجأة السنغال تسحب الملف فجأة سبحان الله استنوا 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 لما يشوفوا نتيجة المباراة الزهاب عشان السنغال تسحب ملفها طيب ما كان موجود اتسحب فجأة وبقت المغرب لوحدها طيب انت لو انت الكاف خايف انه الناس تقول عليك انك بتتحيز لطرف من الاطراف هتعمل ايه هتقول والله بمئن الوقت ما بقاش عندي غير ملف واحد فانا بفتح باب الترشح لمدة اسبوع كمان مثلا انا بقول مثلا يعني بمئن ما بقاش عندي غير المغرب وفيه طرف مغربي فتقول انا عشان ما يبقاش عندي مشكلة هعمل اتصالاتي بدول اخرى عشان نشوف مين يقدر استضيف المباراة النهائية في الفترة الاسرة دي مثلا او اقول من الاول او اقول من الاول اي حاجة غير ان المغرب هي اللي تستضيف او انك انت من الاول تحسبها من اول البطولة تستناش بقى المباراة النصف نهائية دي جزئية في جزئية بقى في منتهى الاهمية فيه قراء تقولك طيما الاهل ينسحب او يتخذ قرار بالانسحاب هقولك رأي موضوعي بدون لا الشرق اوي ولا غرب اوش لو الاهل بكرة في اجتماعه ده درس هذا الامر بشكل جيد ولقى نفسه مش هيبقى خسران منه وهيضمن انه هيبقى ورق الضغط على الكاف عشان يغير الكاف مكان المباراة فاهلا وسهلا بس دا لو الاهل ضامن ان الكاف هيرضخ او هيضعف قدام هذا القرار قرار الانسحاب على سبيل المثال لكن لو انت هتاخد قرار بس جماهيري تقول انا الاهلي فهنسحب عشان الجماهير الغاضبة ترتاح ونفسان ترتاح فده هيبقى قرار خطير ليه القرار ده هترتب عليه اقوبات من الكاف واستبعاد من البطولات الافريقية اه طبعا الكاف هيخسر وبطولات الافريقية هتخسر لو الاهلي مش موجود فيها طبعا بس الاهلي كمان هيخسر فالقرار ده تحديدا بتاع الانسحاب هو مش قرار ثوري كده وخلاص مش قرار عنتري وخلاص اكيد النادي الاهلي وزي ما قلت لكم انا اشدت كثيرا بخطوات النادي الاهلي الماضية التصعادية بزكاء مش بتهور ستة ممكن تقولها انسحب بس مجرد التراجع في القرار ده بعد كده هيبقى مش حلو ومجرد انك تاخدوا خلاص عشان امور جماهيرية فمش هيبقى حلو اللي لا هيخسر في الاخر النادي الاهلي يتعامل ادارين وانا بطلب من جميع النادي الاهلي العظيمة اللي فيها البعض يرى انه الانسحاب هيبقى قرار سليم سيبوا الادارة تاخد القرار المناسب وكلنا هنسنده بس يدرسوه بتأني وزكاء اداري والنادي الاهلي يفعل ذلك في الايام الماضية بامتياز دون ضغوط محدش يضغط على قدارة النادي الاهلي دلوقتي سيبوهم ياخدوا القرار السليم ده رايش طيب وبمناسبة النادي الاهلي استرن كامبني عنده مباراة مهمة في الدوري مع النادي الاهلي معنا عبر الهاتف المهندس نصر عبدالعزيز يا فندم صباح الخير حضرك مشرف ومنور بصباح الخير يا فندم زي حضرتك وصنعهم طيب وحضرتك طيب وبخير ودايما مشرف ومنور ربنا يا تليك فندم احنا اسمعنا خبر لطيف ان رونالدينيو اللاعب البرازيلي العظيم لعب برشلونة وميلا وعدد كبير من الاندية هيبقى موجود في القاهرة ان شاء الله خلال مباراة الاهلي كلامنا مضبوط الكلام دا حقيقي روندينيو جاي القاهرة ان شاء الله دي في زيارة خاصة لمصر بتاريخ 24 وحيجادة 25 احنا كنا هننظم طبعا برنامج حافل للزيارة يعني فلقينا نتيجة القوة الزيارة وهميتها ففي احدى الشركات الخاصة هي حتقوم بتنظيم الحدث من ايه تزد عشان يلتر بالمظهر اللايق والمشرف لمصر والشركتنا طبعا وليه النادي بتاعنا هاي الفكرة جات لكم ازاي ليه ليه فكرتوا فيها والله احنا زي ما قلت بكده احنا شركة كبيرة جدا في مصر عندنا علاقات متعددة مع شركات عديدة من خلال علاقاتنا المتعددة دي لازنا نعمل تعاقبنا احدى الشركات اللي احنا بنتعامل معاها ان هم يجيبوا روندينه في زيارة لمصر واتفعنا عليها وحطينا القطوط العريضة للزيارة ان شاء الله وربنا جعلها زيارة موفقبة عليها مضود جيد على السياحة المصرية وعلى الزيارة بنفسها في صفة عام طيب هيتواجد في ارض الملعب هيتواجد في المدرجات الشكل يعني الشكل الاعتفالي او التنظيمي للورنالدينيو خلال هذه المباراة يكون عامل ازاي؟ والله احنا طبعا هنلقي الضوء على الزيارة زي ما قلت حضرتك ان احنا احنا اللي كنننظم الحدث كنادي فلان احنا طبعا الافضل يبقى فيه شركة متخصصة خاصة عاملة الزيارات دي قبل كده وبطرعها دائما فان شاء الله الشركة اللي هتقوم بتفاصيل الزيارة من ايتوزد يمكن في خلال يومين هناللي التفاصيل كاملة أنا مش عايز بس أتطبق الأحداث لغاية من الزيارة الجاملة والتفاصيل خطو عظيمة جدا خطو عظيمة من كل الجوانب يعني من كل الجوانب السياحية والرياضية وأيضا كمان إحنا نشوف رونالدينيو في أرض الملعب في مصر دي كلنا منعش رونالدينيو فدي خطو عظيمة منك بصراح طبعا إن شاء الله يبقى تقدو على تاريخ مصر وحضارتها وثقافتها ويبقى ليها مضود إيجابي على الثقافة والسياحة المصرية وفي نفس الوقت إحنا بندعم أي حاجة تسمي بلدنا إن شاء الله عظيم جدا المباراة بقى نفسها مباراة إيستن والأهلي وأسألك على إيستن الأول رأيك إيه في مشواره في الدوري حتى الآن الوضع بالنسبة لإيستن النتائج تحسنت بشكل ما مع الكابتن علاء عبد العال بس لسه موقف الفريق في جدول الدوري مش أفضل حال موقف الفريق طبعا النتائج مش على قد المستوى وعلى قد طموحنا لكن النتائج كأداء في الملعب الأداء تحسن بشكل قوي جدا كلنا شفنا خلال الفترة المباراة السابقة سواء مع الزمالج سواء مع الإسماعيلي سواء مع البنك الأهلي إحنا مع متعدلين مع الزمالج الغاية يمكن يضيقها واحد في السعين الإسماعيلي أدينا أداء كويس جدا مطش البنك الأهلي على نفس المستوى المقولين العرب يمكن المطش من قد يومين ثلاثة كنا متعدلين واحد واحد وكنا إحنا الفرقة الأفضل عندنا مطش مهم جدا مع غزل المحلة يوم الاتنين أنا بعدتي مع الفريق عندنا لقاءاتنا سواء داخل ملعبنا أو خارج ملعبنا من اعتبرها لقاءات كهوس عندنا أمل إن شاء الله في الدور الممتاز بعد ماتش الجاي ده بتغزي المحلة عندنا اعتقل سموحة وبعد ذلك ماتش العجل فعندنا تقريبا ثلاث مبارات مهمة جدا نتمنى إن شاء الله نعمل فيه نتائج كويس يعني بالأداء والنتيجة في نفس الوقت مبارات العالم من المقارلة الليها 25 مايو ونقدر زمن تطلعها هل تتوقع أنه ممكن يحصل تأجيل للمبارات ولو حصل تأجيل للمبارات هل ممكن يحصل تأخير لرحلة رونالدينيو ولا رونالدينيو كده كده جايه 24 مش يحصل أيضا لا إن شاء الله رحلة رونالدينيو مرتبطة بالمعاد نفسها 24 من 25 هيبقى موجود في القاهرة بغض النظر عن وجود اللقاء مع فريق نادي الأهلي أو لا لو المبارات أجلت حيبقى فيه كده حاجة استعراضية هنحاول نتفق مع إحدى فرق الدوري الممتاز ونلعب برضو مبارات استعراضية نصلت عليها الضوء لكن إن شاء الله حيبقى موجودين يعني أخير الخبر وصلني من يومين تحدي الكورة مش لا فيش تأجيل للمبارات إن شاء الله أساس الأهلي يلعب كل مؤجلاته ويبقى فيه عدالة مع كل الأمدين عظيم جدا أنا بشكر حراك شكرا جزيلا كل التوفيليكم إن شاء الله حتى الآن لم يقدم الكثير فيه الدوري الممتاز لسه نتائج مش قد كده ولكن مشاركة أولى فيه الدوري الممتاز ولسه عنده فرصة البقاء بكل تأكيد وفكره نوندينيو أصلا نوندينيو ده كلاب عظيم بشكل أنا عارف طبعا هو مش بعيد قوي يعني فيه جيل كبير جدا من المتابعين شافوا نوندينيو فيه شباب صغير لسه أو ما كانوش شافوا نوندينيو بس ما فيش أحرف من كده كان لعيب حريف بشكل مدهش يعني خشوا فراجه على فيديوهاته يعني اللي ما شافشوا نوندينيو في الملعب أو يعني وقت ما كان بيلعب خشوا فراجه على فيديوهاته هيشوف حاجة حكاية أسطورية تاريخية يعني بيتسو موسماني المدير الفني للنادي الأهلي اقترح على لجنة التخطيط إمكانية أعارض محمود عبد الملعيم كهرباء وإحسام حسن لعباء الفريق إلى نادي في ووتشار خلال الموسم الجديد مقابل التعاقد مع أحمد عاطف مهاجم الفريق أحمد عاطف من اللعيبة اللي نادي الأهلي حاطت عينه عليها بشكل كبير جدا وموسماني شايف أنه كهرباء ممكن يبقى ورقة وحسام حسن يبقى ورقة أخرى لإقناع في ووتشار لضم أحمد عاطف هو بالمراسبة أحمد عاطف مرتبط بتعاقد مع ويدي دجلة بس أحمد عاطف هناك بند فاعده أعتقد ممكن يبكيه مع في ووتشار فهو ده الأصل أو الهدف من الفكرة أنه الأهلي يقول لي في ووتشار كده مثلا زي ما نقولها بالعرب يعني سيب لي أحمد عاطف أنا أخلصهم مع دجلة وإنت خد الاثنين دول حسام حسن ويدي كهرباء والاثنين نجوم كبيرة طيب في كرة السلة حكاية حكاية حلوة أو شغالة دلوقتي نادي الاتحاد السجندري والأهلي الأهلي أو الاتحاد كان كسب أول مباراة تعارفين نهاية الدوري بتلاعب بيست أو فايف اللي هو خمس مباريات بين الطرفين النهاش الاتحاد كسب أول مباراة الأهلي كسب تاني مباراة الأهلي كسب تالت مباراة بقوا اتنين واحد النهاردة الاتحاد السجندري تعادل بقى في عادل المباراة مع النادي الأهلي بقى اتنين اتنين الاتحاد السجندري كسب النادي الأهلي النهاردة خمسة وتمانين خمسة وسبعين في المباراة الرابعة مباراة الخمسة آخر المباراة المباراة الحاسمة هتكون يوم الاثنين اللي جاي يوم الاثنين اللي جاي هتحدث بطل الدوري الاهلي والاتحاد في الائتين في منتهى القوة رايح جاي ما تقدرش تقول حتى المباراة اللي جاي دي من اللي هيكسبها صعبة جدا لفرج على الاربع المباراة اللي فاتوا ما تقولش اني فريق ولو بزر قدك دول لها أفضلية على الآخر الاتحاد دايما في كرة السلة كبير كبير قوي يناطح الاهلي وناطح الزمالك ويبقى أفضل كمان من الاهلي والزمالك أحيانا ويبقى أفضل من جزير يعني بس الاتحاد قوي جدا الاهلي عامل فرقة حلوة معها مدرب محترم جدا عامل فرقة للباسكت حلوة جدا ومعها مدرب محترم جدا عشان كده المباراة الفاصلة اللي هتكون يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله لتحديد بطل الدوري هيكون فيها كلام كتير وكلام حلو او ان شاء الله كل التوفيل الاهلي وكل التوفيل الاتحادي يقدموننا مباراة كبيرة ومباراة محترمة نكمل نكمل أخبارنا النهاردة والحكايات كثيرة وكثيرة جدا وممتعة جزبال دوبريرا المدير الفني لنادي الزمالك قرر الإبقاء على خمسة لعبين ناشئين فقط ضمن صفوف الفريق الأول خلال التدريبات والمباراة المقبلة بعدما شاهدت الأولى الأخيرة تواجد عدد كبير من الناشئين في التدريبات تواجد في التدريبات الفريق الأول من الناشئين خلال الفترة حالية كلما من سيد عبدالله نيمار وسيف جعفر وحسام عبد المجيد وحرساي المرمى محمد نديم وعبد الرحمن نفاد ده بالنسبة لناشئين أنادي جاز الفني لنادي الزمالك يتفق مع إدارة الكرة بيئة الزمالك على تكوين فريق الأمل في الفترة الماضية لتجهيز اللعبين الناشئين المميزين بصفوف قطاع الناشئين اللي استعانى بهم في المستقبل ليس مع أخبار ندي الزمالك والإفواري لزاق سي سي لعب الزمالك دخل ضمن اهتمامات فريق البنك الأهلي ضمه في الانتقالات الصيفية خصوصا أن عقد اللعب مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية اللعب سبق وتلقى اتصالات من قبل مسؤولي نادي الاتحاد سكندري لانتقال إلى صفوفه في الموسم المقبل ده فزا الاستقرار الزمالك على عدم تجديد عقد اللعب الفترة اللي جاي أعتقد للتحاد أعتقد للتحاد موهند لاشين كان فيه كلام كتير واقع معي هنا في مداخلة قبل كده وألمح إلى أن الزمالك قرأي منه جدا ألمح ورد تلميح وأن الزمالك هيبقى قرأي منه السنة اللي جاي موهند لاشين لعب بوسط منتخم مصر ونادي تلاقي الجيش موهند لاشين تلقى عرضا في الساعات الأخيرة من نادي ضمك السعودي لضمه خلال الموسم الجديد لاشين عنده عروض من كتباي الكورة المصرية الأهلي والزمالك تحديدا من نادي الزمالك بعد ظهوره بمستوى جيد مع فريقه خلال الموسم الجديد والموسم اللي فات والموسم اللي قبله بصراحة ده الحاجة اللي خلته يبقى موجود في منتخم مصر الفترة الماضية مع كالوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني نروح لاتحاد الكورة اتحاد الكورة كانت تلقى مقترح الفترة اللي فاتت بضرورة احتراف الحكام زي لعيبة الكورة كده بمعنى ان الحكام ياخدوا اجازات من وظائفهم وعملهم ويكونوا متفرغين للتحكيم فقط الامر اللي هيساعد على تطوير اداءهم الفني ورافل اياقتهم البدنية اتحاد الكورة طلب من اصامة عفتاح رئيس لجنة الحكام اعداد تصور شامل بالملف لا سيامل مبالغ الملاي اللي هيتم تخصيصها لي الحكام بشكل شهري من اجل حسم الملف خلال الفترة المقبلة اقف عند الخبر ده وتعالى نتكلم بقى احنا بقى لنا 20 سنة 30 سنة 40 او 50 بنتكلم على فكرة ان يبقى حكامنا محترفين يعني ايه حكامنا محترفين احنا الحكم في مصر هنا مش حكم وخلاص احنا الحكم اللي عندنا هنا موظف في شركة موظف في بنك دكتور صيدالي عنده حاجة بيشتغلها مع التحكيم لا ما يشتغل حكم سيء لعيب الكورة بيشتغل لعيب كورة زي المدرب بيشتغل مدرب ممكن يبقى عنده مشروع تاني مشروع خاص بس مايبقاش موظف مايبقاش رايح كل يوم الشغل وعنده دوام عمل 5 ايام في الاسبوع ولا 6 ايام في الاسبوع ورايح يحكم بعد الظهر مافيش الكلام ده ده في حكام كده انا مش ببالغ في حكام الصبح بيبقى موظف في شركة او في بنك بيخلص شغله طلق على المطش فيش كده فالحكم لازم عنده مرتب شهري عنده داخل ثابت ده كمان بيخليه هو نفسه مرتاح مركز اكتر معنويا افضل بدنيا احسن طبعا كتير فارجوكم يعني لسالة اتحاد الكورة يا ريت ده هيبقى قرار تاريخي من اتحاد الكورة الحالي تاريخي كتير قوي عدوا على اتحاد الكورة ودائما كنا منسمع الكلام اللي هو ايه؟ احتراف الحكام احتراف الحكام احتراف الحكام حكام محترفين نسمع الجمل دي لكن تنفيذ ما كناش منشوف طيب النهاردة السبت 14 مايو كانت نتائج المباريات كالتالي في دولة ابطالة افريقيا ايام نصف النهائي زي ما احنا عارفين فاكسطيف والاهل تعادلاء 2-2 وفي كاس الانتحاد الانجليزي فاز شيلسي فاز ليفربول على تشيلسي بعد التعادل السلبي 0-0 فاز ليفربول براكلات الترجيح 6-5 في الدولة الاسباني الجولة 37 اسبانيول تعادل 1-1 مع بالينسيا وفي الدولة الاطالي الجولة 37 الموبيلي تعادل 1-1 مع سرنتينا وفيرونا خسر 0-1 أمام تورينو وسبيزيا فاز 3-2 على اودينيزي وروما تعادل 1-1 مع بنيزيا أمبرات الأحد إن شاء الله 15 مايو هتكون كتالي في الدولة المصر الجولة 19 مواجهة كبيرة بين الإسماعيل و300 كيلو باترة الساعة 4 نكون عرب وإنبي هيلتقياء الساعة 6 ونص وبراميز قدام فاركم مواجهة أيضا جميلة ومحترمة الساعة 9 مساء وفي الكون في دولية إياب نصف النهائي أولاندو بايرتس هيواجه أهل ترابلوس الساعة 3 ونهض البركان الساعة 10 مساء هيواجه مازمبي في الدولة الإنجليزي الجولة 37 توتنهام هيواجه بيرنلي الساعة 1 وربرن هابتون هيواجه نورش سيتي الساعة 3 وفي نفس التوييد واتفورد هيواجه ليستر سيتي وليزي يوناتد في نفس التوييد أيضا الساعة 3 هيواجه برايتون أسلون فيلا قدام كريستر بالس الساعة 3 واستهام يونايتد مع منشستر سيتي الساعة 3 ودي مواجهة مهمة جدا عشان دي المواجهة اللي هتنهي الدوري تقريبا لو منشستر ده أصعب فريق لو كسبوا استهام بكرة تقدر تقول أن منشستر سيتي يخد الدوري بشكل شبه رسمي شبه رسمي لو استهام عملها الدنيا تولع بقى في آخر الجولة تولع كورة حلوة يعني إفرتون هيواجه بريدفورد بكرة في آخر مباراة في هذه الجولة الساعة 5 ونص في الدوري الأسباني الجولة 37 أتليتك بالباو هيواجه أساسونة الساعة 7.5 ريال مويركا هيواجه رايوف هيكانه الساعة 7.5 ونفس التوئيد فيا ريال مع ريال سويسيداد وريال بيتيس مع غرناطة واتليتكو مدريد مع أشبلية وختافي أمام برشلونة وليمانتي أمام دي بورتيفو على أفز وقادش هيواجه ريال مدريد وسيل تفيجو أمام إلتشي كل دول الساعة 7.5 مساء دور إيطالي المولع جدا بين إنتر وميلان الجولة 37 بولونيا هيواجه ساسورو الساعة 12.5 نابولي هيواجه جونو الساعة 3 وميلان هيواجه أتلانتا الساعة 6 كالياري هيواجه إنتر ميلان الساعة 9 اللاروبا دي مباريات الغد هنتكلم كتير على اللي حصل النهاردة من الأهلي قدامه فاكستيف موقف النادي كتير طول اليوم النهاردة علاقة محمد صلاح العظيمة مع مؤمن زكريا بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي كل ده هيكون مع واحد من كباتل النادي الأهلي الكبار في السابق واحد من الأسماء الكبيرة اللي مرت عن النادي الأهلي في جيله الزهبي الكابتن الكبير كابتن أحمد السيد بعد الفاصل خليكم يعلم بحضراتكم مرة أخرى زي ما تركوا كده قبل الفاصل هو واحد من أهم المدافعين النجوم في تاريخ النادي الأهلي واحد من النجوم الجيل الزهبي في تاريخ النادي الأهلي من الأسماء الكبيرة مع النادي الأهلي ومع منتخب مصر كابتن الكبير كابتن أحمد السيد كابتن أحمد مشرف ومنورك العادي أهلا بك كريم طبعا وساعدني معك النهاردة حبيبي أخبرك الحمد لله تمام طيب الطبيعي أنا أبدأ بالأهلي بس اللي عمله النهاردة صلاح هو اللي مش طبيعي اللقطة بتاعت صلاح ومؤمن زكريا لقطة مش طبيعية خالص خيالية خليتنا النهاردة كلنا موسوطين دائما يقولوا كده خطفت الأدواء من كل حاجة خطفت الأدواء من بطوة ليفربول وخطفت الأدواء من وصول النادي الأهلي المستحق إلى نهاية دولة أبطال أفراد طبعا هي لقطة فعلا إنسانية جدا من صلاح إنه هو يدعم مؤمن زكريا في وقت زيادة طبعا هو مؤمن محتاج الدعوة محتاج كل حد يدعيله إنه هو يكرمه في حاجة زي دي كده ومصر كلها النهاردة تتكلم على الموضوع ده ده حاجة طبعا كويسة جدا من صلاح وتحسب له طبعا في إنسانية محمد صلاح العادي بتاعه إنه يفرحك في إنجاز يفرحك في بطولة يفرحك بقول حلو يجيبه لكن هو بيعدي كل التوقعات دايما بصراحة هو النجم مشكورة بس أنت النجم في أخلاقياتك والنجم في إنسانياتك وتبقى بنجم في كل حاجة تبقى نموذج طبعا في لعابة كتير مهارت عالية جدا لكن أخلاقها صعب جدا فما بيكملوش صحح لكن أنت طبعا عشان لعاب متكامل تبقى تبقى نجم جوة الملعب وبرى الملعب تبقى أخلاقك كويسة تبقى إنسانياتك كويسة مع الناس حاجة زي كده ما تعدش عليك جدا لمؤمن وتبقى حاجة كويسة جدا لمؤمن وإن شاء الله ربنا يشفيه تبقى المواقع العالم النهاردة لا طهي معنا المواقع العالم كلها النهاردة الصحف الأساطير بتأكورة واغنين الفيديو ده تبقى الموامل زكاية اللي احنا كنا عاديين من يدعيله وإحنا دعوات المصريين بقى العالم كله النهاردة بيدعيله ويقوله ربنا يشفيه يعني أنا أنا بأأمن بين 80% أو 70% من علاج أي شخص نفسيا صح لو نفسيا هو متزبط بتبقى كويسة جدا ممكن اللي حصل ده يديله أرادة ويديله الناس كلها عايزة يرجع إن هو يرجع إن شاء الله يبقى أحسن من العالم الشيء بالشيء يذكر بقى رأيك في الناس اللي أحيانا تقلل من محمد صلاح تقول لك أصلا محمد صلاح ما بيديش له منتخب أصلا محمد صلاح ما كانش يلف يقول التصريح الفلاني أصلا محمد صلاح مش عارف ما بيعملش إيه هو عمل لي إيه كتير عشان أبدأ قيمه يعني ده بشر ومعارض إنه يغلط فمش شرط إنه غلط في مرة ومحمد صلاح مش ملاك إنه هو يفضل كل التويتات بتاعته لازم تبقى صح لازم كل حاجة يتكلمها صح لازم كل ماتش يلعبه صح أكيد أنت بتبقى حطين عليه ضغط تبقى هو شايل حمل 80 مليون مصري أو 100 مليون مصري أو 120 مليون مصري شايلهم إنه هو لازم في المتخب يبقى كويس ده حاجة صعبة جدا إنت ما بتبقى نازل إنت حمل هم 120 ألف واحد فأنا قتلاف في الأهلي لأن المدار من ذلك صعب جدا إنت ومضغوط الضغط اللي الناس حطينه هو طبعا محمد صلاح مش خارج مش يلعب لوحده مظبوط إنت دي القماشة اللي عندك إنت بيلعب في مستويات في الليفربول مستويات عالية جداً حواليه فحتى طبيعي جداً بيساعدك ده دي منظومة مظبوط مش مفيش لعيب لوحده إلا لو ميسي مثلاً ولا ميسي الواحد بيساعات ميسي وديك الدليل أن ميسي نفسه مع الأرجنتين يا ما تهاجم في الأرجنتين عشان بيعملش مع عبطات مع الأرجنتين ده دليل جوردو ده دليل إنت الفرقة كان منظومة ممكن واحد يبقى أعلى من واحد في اللعب لكن إنت مش هينفع إنت مش هينفع تلعب من غير واحد ممكن يبقى مستويه 60% إنت 100% واحد جنبك 70% دي كل ده بيعمل في الآخر الحلقة اللي هي تعمل النجاح كله صح لكن واحد اللي واحده هيعمل ليه وسط ده في المنتخب محدش بيلاعب صلاح زي ما هو عايز دائماً بقول مش جرافيكس مش الكابتن ماجد طبعاً مش اللعيب اللي بياخد الكرة ويقعد يتنطط لا هو ليستايل لعب معين هو صلاح ليستايل لعب معين محدش في مصر عارف يعملهله اللي هو حد اللي كان بيعملهله لابوتريكا اللعب اللي هو في المساحة بيحطر الكرة قدامه هو مش حدش عارف يعملهه في مصر فمحمد صلاح بيضطر ان هو يستنم الكرة في رجله وما بيستنم الكرة في رجله دي مش امياز حاجة فيه فبتبقى امياز حاجة بتاعته في المساحات صح وهي دي المشكلة فالناس لازم تهيدة شوية عليه لان اللي زي صلاح ده ما بيتكررش كتير في مصر انت عندك حاجة العالم كله بيتكلم عليه انا كل مرة خبر كل حد في انجلترا في المانيا بيتكلم على صلاح انه هو يعني يكفي ان انجلوتي بيتكلم على صلاح تريدك احسن عارف في العالم تخيل يعني تعالف احنا وصنين للمرحلة انا كنت لسا بقول في الانترو انه زمان كل اللعيبة اللي احترفت في اوروبا كل اللعبية المصنين اللي احترفت في اوروبا فوق دماغنا ولعيبة عظيمة وعمل شغل عظيم جدا بس احنا ما كناش بنحلم بالليبل ده احنا كان مسلا لعيب عظيم يلعب مسلا دور تمهيدي بدور عبطال اوروبا كنا بنفرح ونتنطقت وما تشوفش مطشاته وما تشوفش مطشاته تسمع بس ان هو كسب وعمل لكن انت صلاح شوف الاهاوي الكافات ما تشو صلاح حتى هو بيلعب في الروم حتى بيلعب في تشيلسي حتى هو بيلعب في اي نادي في رونتينا بتلاقي الاهاوي مليانة معنا كده انت وصلت الناس لمرحلة ان فينا بيتابعوا بيشجعوا الفريق يعني ما كانش مسلا واحد بيلعب في البوندس دي جا مسلا في نادي ما كانش جميل مصر بتشجع النادي ده كانش حدي بيشجع مسلا ما بيدو كان بيلعب في توتنهام ما كانش حدي بيشجع توتنهام قصد ان انت صلاح غير الفكرة عند الناس خلهم يشجعوا النادي اللي بيلعب فيه ودي حالة كويسة انت وصلت المرحلة صراحة انت بشجع توتنهام وميدو بيلعب فيه انا بحب في رجل توتنهام بس لا بصراحة يعني برضو مهميدو برضو اللي قبل صلاح اللي طلعنا لبل شوية عالي ميدو قا لكن قصد ان السوشيال ميديا وقت ميدو طبعا ما كانش زي دلوقتي طبعا الانتشار اللي موجود دلوقتي في الماتشات والأخبار والحاجات دي خلت الموضوع أسل شوية زي ايامنا احنا ايامنا كتبرز السوشيال ميديا كانت تعيفة شوية فما كانش في تلمية شوية للنجوم فلكن دلوقتي بقى الموضوع سهل جدا اي حد اي حد على الانترنت بيعرفي صياتو بيعرفي زباطو صح هي الوقت بس مختلف شوية عندك حقا طيب انت تشجع مين صحيحة في النهاية دولة عطار الرب انا انا بشجع ليفربول ما بحبي شريال مدريد اوصلا انا بحبي شريال مدريد اه بس اللي بريفربول هيلعب برشلونة بقى انا برشلونية والله بس دي خنائق يا شغالة ده بس انا بشجع برشلونة وبشجع اي فرقة دي مرانها جوارديولة انا بالنسباني ده العظيم بس تعرفي قصة محمد صلاح دي تحديدا انا لقى رائش انا بس بشجع ريال مدريد بس اصلاح محمد صلاح يعني بشجع ريال مدريد زي كده ما بتشجع برشلونة بعشة ريال مدريد بس انا هون لسه زي ما كنا بنيتكو ده النموذج بتاع محمد صلاح ده ما بيتقرارش كتير خليك تشجع غزبا عنك هتتعطف معاي بالضبط كده اللي هو عندنا لعيب مصر جماعة شيل كاس دورة عبطار أوروبا تاني تاني مش يعني مشاول بس انت هتلاقي في الماتش غزبا عنك يعني ريال مدريد انت هتتشد معايا هتتشد معا ليفربول غزبا عنك ولا الهواء انا بحب اي فرقة بيمرانها جوارديولة مثلا ما كان ماسك البيرن انا بشجع البيرن برشلونة برشلونة سيتي سيتي انا بحب بحب استطال لعب بجوارديولة انا بحث انه هو من المدربين القلائل اللي عنده حلول في كل حاجة وبعدين كرة مع امتاع انا بحب اللعب اللي هو مش البهور والضارب يعني كنت انا انا مساك بس انا بحب انت بتاع الضارب اه انا بحب الفرق اللي هي بتطلع بالكرة من ورا هو جوارديولة او استاذ فيها دي حتى كابتن يهاب جلال هو مسر الأعلى بجوارديولة يعني كابتن يهاب كنا مع عسكرات اما كنا في المقصة بتوعب معنا وهاني سعيد طول ما احنا عادين هو بتشغل بتفرجح تمام بتاع مكان ماسك البيرن جوارديولة بتفرجح تمام بتاع البيرن المرشب بتاعتهم بتفرجح الفكر بتاعه حتى هتلاقي هو طريقة لعب كابتن يهاب قريبة جدا من من جوارديولة نفس طريقة اللعب بالزبط هو التحضيل من ورا اللعب من ورا هتلاقي نفس الاسلوب بالزبط عظيم جدا وشايف ان هيوفق لو الناس باديت عنه ان شاء الله هيوفق لان كابتن يهاب من الناس القلالة في مصر اللي دارس يعني راجل دارس فعلا دارس 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 الاسلوب التدريب ودارس كل حاجة لكن هي المشكلة كلها ان النقطة كان بيكلم فيها كابتن حزيم الإمام وده كادر النظر طبعا تحترم ان الاجنبي بيتطرب معه وليه الاهل والزمالك بيجيبوا اجنبي على طول عشان ما بيسمعش الجمهير المصري لازم غصبا عنك انت ماشي في الشارع لو هاد يقول لك لا يا محمد السيد لا يا بقى الجمعة لا يا بشادي لكن الاجنبي ما بيسمعش هي دي النقطة اللي انت كابتن يهابي يتعب جدا في الاختارات لو انت اخترت الناس من الزمالك الاهل يقول لك ده انت ما بتحبش الاهلي اخترت الناس من الاهلي فدي هتبقى المشكلة الضغط اللي تعمل الى فالنس هو ما بيسمعش ما فيش حد بيسمعش مسلا يا بصول كابتن يهابي جدا من النواية دي حتى هو في المؤتمر ما ستبقى لك انا ما شفتش وما سمعتش وما عرفش بتحقيق لكن انت بتبقى اه طبعا في حد هعابله في الشارع بس انت غصبا عنك انت دي حياتك دي حياتك والناس اللي انت عايش بينهم اكيد مش تنزل من البيت طبعا فانت بتنزل بتخرج بتروح بتقاب الناس لو لو عشر اكلموك اكيد هتتأثر اه ممكن واحد يبقى مثلا هو طبعا ان هو هادي شوية ما بيتأثرش بالكلام لكن لصبا عنك انت هتأثر بالضغط لان انت ماسك منتخب مصر انت مش هترضي المئة عشرين مليون كله طيب كابتن عاب جلال وانت لعبت مع كابتن عاب جلال من المدربين اللي بيحفظ اللي عنده اسلوب خاص ما يبقى الشبه حد الاسلوب الخاص ده والتحفيز ده محتاج وقت تفتكر هايخد وقت قدية عشان يقدر يعمل شكل المنتخب هو قال كده في المؤتمر انه انا هحتاج وقت ما ادش ان نعمل هو المشكلة مش في كده المشكلة ان انت انا خلاص انا جبت الناس مع المنتخب وحفظتهم هرجع وانديتهم تاني يلعبوا بالاسلوب القديم فهي المشكلة كلها في كده ان انت المنتخب غير النادي المنتخب ممكن مسلا تعمل فترة ادات شهرين تقعد تحفظ فيه تحفظ اللعب كنت المنتخب اقل لتجمع وهيجيلك قبل الماتش بتاعة اربعة ايام ازهو هتحفظ ايه حتى لو حفظت ما هو هيرجع الناديتهم تاني هرجع لك الماتش اللي بعضه ننسي كل حاجة مم فهي دي المشكلة هتقابل كابتنهابي يعني لازم انا هتتقد ان كابتنهابي عنده مرونة شوية في اللعب في تارات اللعب بتاعته لانها هيتعب قوي في الموضوع ده وبعد انت هايب اختيارات لعيبتك على اساس الفكر بتاعك ايوا فدي هتتعب برضو هتعمل مشاكل ايوا فمظف ده هتعمل مشكلة انت هتختار لعيبة بوقت تختار لعيب للجماهير مش محبوب اه او اعلاميا مش من الناس مش حباه فهتتهاجم اه اللي هو انا هاخد لعيب زي ما كان قلوس كده وش بيعمل طب في لعيبة كان بياخدها يا ما اخدش قفشة ولا شريف ولا طريق حامد يقول لك انا اسلوبي مش متاكم معك والناس طبعا هنجموه بس هو مكتش بيسمع بس الكابتن ايهاب جلال هيعمل كده هيسمع اصلاح اصبرا عنك هتسمع في الاستاد اه هتسمع في كل حاجة بس اصد الكابتن ايهاب جلال زي ما انت قلت هو عنده لعيبة خاصة لعيبة تتحق يعني وده لازم الناس تبقى فاهماه ان هو فيه اسلوب لعب هو بيشتغل به ممكن يبقى لعيب بتاعك انت في الاهلي او في الزمالك نجم وعظيم بس معاه هو مش هيبقى نجم وعظيم عشان اسلوب اللي عبب مختلف طبعا هو كابتن ايهاب مرن المقصة مرن مصري مرن بيراميدز اه بس هو دي الاندي اللي مرنها اللي هي القوية ام يعني انت هل ما يعقل انت الاخترطة كلها تبقى من الناس دي بس اللي انت مرنتها لا طبعا هلها هتبقى عندك مرونة انت ممكن تجيب لعيب هتنازل شوية عن الفكر بتاعي او عن اسلوب بتاعي اه اللي انا ابدأ احضر مرونة انت عشان تحضر مرونة لازم عندك ال الديفندر بتاعك ده بيعرف يستلم ويلف بكور طبعا ففيه ناس كتيرة دون ذكر اسماء ما بيعرفوش الحتة دي هو ستايلو يلعب هو وشه مجاجل رغم انه اسمهم كبير يعني اي هو 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 لعبه كده انا بدافع كويس اه ووشي لازم يبقى مواكد المدرب بتاعي في النادي عجبه كده طيب عجبه كده يعني مثلا زي فرجاني سياسي فرجاني سياسي من الناس اللي يلعب مع كابتاني سياسي كويس فرجاني بتدينه لو خمسة طازين عليه بيعرف يلفه يتصرر فيه ناس تانية اسلوبها لازم يلعب وشه لقدام فعدها هتقابل مشكلة كابتاني هات طبعا كبير بالتأكيد طيب نخش على الاهلي بقى بس نروح للفاصل ونرجع نتكلم كتير عن النادي الاهلي لسا بكملين مع حضراتكم ومعنا النجم الكبير كابتان احمد السيد بعد أعزال فاصل ونواصل ان شاء الله يا أهلا بحراجكم مرة أخرى مشرفني ومنورني دلوقتي النجم الكبير كابتان احمد السيد كان كلام قبل الفاصل عن منتخب ماشرع عن لطاة محمد صلاح العظيمة النهاردة مع مؤمن زكريا كلام دلوقتي عن النادي الاهلي والتعادل اليوم أمام وفاق سطيف الجزائري في مباراة العودة والصعود للمباراة النهاية بمجموع المباراةين ستة اتنين كابتان احمد رأيك ايه في أدايا النادي الاهلي النهاردة نعم عجبنيش النهاردة طبعا انت واصل من مصر خلاص يعني من نسبة 25% واصل من مصر الفرقة وفاق سطيف فرقة يعني مش من فرقة القوية لتخوف فراح هناك انت لمطش ممون انا كان بالنسبالي لازم تقدم رسالة لفريق الوداد ان انت النادي الاهلي وان انت ممكن تكسب اي فرقة حتى انتش محتاج المكشو يسابها 5 او 6 الليه على ملعبها انت تلعب الوداد للملعبه فانت بالنسبال لك لازم تبقى تحسس فريق الوداد ان انت لأ انا هاجي على ملعبك اكسبك انا كمان لكن الاداء النهاردة اعتقد هيتطمع فريق الوداد في الاهلي بس ما هو الوداد انباراة لا مباراة وحشاوي قدام بيترو اتلكك وتعادل على ما لعبه في المغرب واحد واحد مع بيترو اتلكك يعني انا مش عارف خسره ازاي لملعبهم بالوداد الوداد فريق اقل من العادي اقل من العادي فرقة عادية جدا ووداد جدا وفرقة الرجاء فرقة عادية جدا يعني المستوى الكورة في المغرب انا مش احنا ايامنا كانت الفرقة دي بتلعب الرجاء والوداد في المغرب ده متش بيبقى صعب جدا علينا فاعتقد ان لا انهاردة ان انت الفرقة زي دي فيها ضعيفة زي وفيها اسطيف ما كذبناك اثنين واحد لحد دقيقة اثنين وتسعين وتتعادل معاه في الآخر أنا ما اتخدش ان دقيقة كاترسالة كويسة بيقدمه يعني بيقدمها للوداية طيب ايه لم عاجبكش النهاردة في الملعب يعني؟ ان انت جبت جنب في اول ماتش خلاص ده يعني انت بتشوف اي فرقة في الدورة انجليزة في الشامبينز ليج او اي حاجة حتى الماتش مش محتاجينه لا بيلعبوا موتو نفسهم يعني كان ريال مادريد واخد الدوري وبلعب قتلكو مادريد وموتين نفسهم مغلوبين الاخر الماتش موتين نفسهم انت بتقدم رسائل الفرقة التانية ان انت كسبان قصران كسبت دوري لا انا انا اصطير واحد انت كسبان واحد صفر في اول ماتش ما تديهم خمسة ستة الفرقة دي عادي على ما لعبها بتقدم رسائل لكل افريقيا ان انت بتكسب بره جوه لكن انت ادخل الفرقة معك في الجيم تاني وكسبوك اتنين واحد وكان فيه جوامك ان تيجي تانية عجبنيش اللي قادم طيب مش ممكن دا يكون قرار اللعيبة مش مدرب يعني اللعيبة نفسها هبتت بقى قيتلها خلاص احنا سجلنا عدد في الاول كده دلوقتي الوقتي محتاج ستة فمش اجيبه ستة فنهدى شوي بقى احنا عندنا ضغط المباريات كثيرة جدا فمش محتاج اعمل مجبود بدني كبير مرد ما اخسرش اه لكن مفتحش الملعب للفرقة اصلا ضعيفة جدا كلها اغلبية هناشئين للفرقة دي ويجيبوا فيها جنين ويهددوا المرمة بتاعي تلات اربع مرات اه لا ما اجبنيش النهاردة روح لقيت الاهل النهاردة مكانش كويس قبل ماتش نهائي طيب وانت انت نفسك وانت بتلعب في جيل عظيم جدا في الاهل مش كان فيه مباراة كده بتنزل حاسي انك ضمنع فبتهبط عمري ما انزلت ماتش يعني مستر مالوي انا انت هو اللعيبة مفيش احنا مفيش ماتش بالنسبة لنا كميس المالوي اللي حاسي انه هو سهل انت بتبقى واصل واصل كويس قوي يلعب بالفرقة الاساسية ويشدد الاسبوع كله اكد ان الماتش ده نهائي اوه كده يبقى انت سيستمك واحد انت بتكسب كل الفرق بنفس الاسلوب يبقى اكسب في الكاهرة او روح هناك عسا تغلب كده انت بتطمع الفرقة فيك لانا اكيد اللي ده ده النهاردة بيتطمع الماتش انت انا ما كون مالعب فرقة هلاقي مستوى زي كده النهاردة لأ ده انا سهل جدا اكسب على ملعبي هما كسبوا هناك اربعة وكان مطروب منهم واحد الفرقة التانية وفاق السطيف انا ممكن على ملعبي وانا كامل اقدر اكسبهم فهتبقى صعبة جدا مبارة صعبة وجاميري هناك اه اه مركب محمد الخامس بتبقى صعبة جدا وفي ذات كاميريل ودات طيب بتسمو سيماني الاهلي تحسب ما في الفتحة الخيرة او لسه شايف مفيش تحصل لا مفيش تحصل انت خليك رأي انه مش عاجبك انا مش عاجبني قصرا هو اه يعني اه يعني بالسكواد اللي معادة العيدة الاهلي ومجل السدارة الاهلي موفر لابان العصفور زي ما بقولوا البيت سيماني اه انت اداك مستبت على سطر وتسيب سطر ادي جدا احظك ان بتوعب فرقة ضعيفة اه مش مش طيب مطلوب ايمين مدرب واصل انهائي افراق المرة الثالثة على التهوي انا ممكن اوصل بس انا المنافس ضعيف اه يعني انا بوصل احنا ايامنا كنا بنوصل باداء يعني بنلاع فرقة اقوى من كده بكتير وبنوصل واداءنا كويس انت اداك مش مطمئن بدانين انت ايو انت عايزت تطمن في ايه اطمن للاداء بتاعي ما الاداء ده مش هي ما الاداء ده بيتترجم لبطولات وانجازات صح بس انا كده انت عايزت تطمن عشان ممكن تقولي الاهلي اداء مش كويس وكده مش يكسب بطولات مواصول الاداء بتاعنا مش يفضل عطول معي واكسب لكن اما اكون بلعب كويس وبكسب يبقى انا خلاص اي انا بلعب كويس واداء كويس وبكسب كل المطشاط فالناس هتوبا متطمنة لكن انت ربنا بكرمعك بتبقى وحش وبتكسب 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 فالطبيعي جدا الناس هتقلق ما هو الناس مش هلا هنا لا انا هنا اصلا جميل نادي الاهي دايما تقولك انا بتاع بطولات مش بتاع اداء يعني الناس القروية تفهم في الكورة لا طبعا مش عاجبك انا مش عاجبني الاداء ككل هو اول حاجة اا بيم مشكلك بيروا مع اللعيبة ان هو بيفقد اللعيبة اتقى في نفسها اللي ما بتلعبش ودي مشكلة اللي كان ميزة بيعملها ما استمري له جزئ ان انت الخمسة وعشرين موجودين عندك كلهم اساسيين هو مفيش حد يضم من مكانه يا ابو تريك احمد السيد بركات مفيش حد ضم من مكانه فدي انت بتعمل بتخلق منافسك كويسة بين الخمسة وعشرين لكن انا مثلا اجيب واحد زي حسام حسن. بدل فترة بلعبوش. رحمة بدقة وماتش. وماتش بقى درهم طلعه بره التشكيل. طب انا انا اساس ايه اللي نعمل كان. مم. فعناصدي. ما هدي انت ممكن تحتاجه. اما قد لو حصل اصابات عندك المهمين ما انت تحتاجه. مم. صلاح محس النزل كان كويس جدا. ماتشط بره التشكيل. على اساس ايه بتعمل الكلام ده. انا محبش المدرب اللي هو يعتمد على خمسة اشرة ستشرة لعيب. والباقي كله بقى مش في حساباته. طيب. لو بسه مسماني خادر بطولة الثالثة ان شاء الله ياخد البطولة الثلاثة مع الاهله على التوالج. هنا هنا نقدر الاؤلاء اللي بتفوق على منوول الجزائي. انجاز للعيب او اللي ضارقا مش Harmony. ده انجاز اللي لعيب او دارقا. ابن ادل اهلي اهب. بس كان بتقال كده وقت منوول جزائي. مانو. يعني في بعض الناس وانه نرافض الرائه ده تماما. كانитан يقول انه اللعيبة هي اللي بتكسب مش مانو الجزيه. مانو الجزيه عنده حاجة مش موجودة في حد انه بيعفي سيطر على اللعيبة بشخصيته. دي اهم حاجة. بتلو انه مدارب شخصيته قوية يعفي سيطر على اللعيبة. وبعدين انت ايام مانو الجزيه انت كنت عامل معادلة رهيبة. انت انت عامل اقناع للقدارة اقناع للجماهير. اللعيبة نفسها مقتنعة بفكر مانو الجزيه. فدي عاملة مسلس كده مكسب بالنسبة لك. مم. فانت اي مطش بتنزله لو بتلاعب برشلونة الناس عندها ثقة ان انت هتكسب. مم. صح. لو كانت بقابلوني في الشارع بنلاعب برشلونة نكسبهم اربعة. خلاص انت توصلت لهم مرحلة ان انت ممكن تكسب احد. صح. فكن دلوقتي هي مش موجودة في مطشرة انتتلعبها وانت مش عالفها تكسب ولا بتقسر. مم. طيب. رأيك ايه في ما يحدث في موضوع المباراة النهائية. الاهلي بكرة عنده اجتماع مهم. اجتماع الكاف اللي اتخذ باستضافة المغرب للمباراة النهائية. مم. رأيك كيف الوضع كله? لا بص هو طبعا يعني القرار غلط ان هو هي النهائبة في المغرب. مم. خصوصا ان هو مش متحدد من اول بطولة. فدي يصير يصير الشبهات شوية. طبعا. ان ان انت اول ما الوداد وصل روح تمحدد النهائي هناك. لو هي متحدد من اول البطولة خلاص ما ما خلاص يبقى كله ايه كوال خلاص يبقى الوداد وصل اهلي وصل اي حد وصل. ممم. اه. هو اللي انفعلية. واخدش قرارات بقرار الجماهير. اللي اعتقد ان القرار هيدرس كويس قوي. سواء اه انسحب سواء كمل. اعتقد ان كابتل خطيب ومجلسه يعني عندهم الحنكة ان هما بيعرفوا يقضوا قرار صح. ما بيتأثروش باي تأثر جميل. يعني كل الجمهير اللي تتقولك انسحب انسحب انسحب. اعتقد مجزوات الاهلي يقضوا قرار الصح. طب ايه مشكلة قرار الانسحب في رأيك? قرار الانسحب يعني. يعني هتقعد سنتين اشترع بالبطولة. واعتقد ان هما خلاص يعني اكيد الكاف حاطت كل السيناريوهات اللي ممكن الاهلي يعملها لو انسحب. فاكيد اه وحاطت الردود ايه? فاعتقد ان قرار الانسحب بيبقى صعب شوية. انشاف انه قرار الخاطف. صعب هي طوات سنتين ما تلعبش البطولة ديها تبقى صعب. خسارة في كل حاجة. خسارة مادية خسارة في كل حاجة. الاهلي مش موجود في بطولة انت البطولة دي بتدخلك دخل كويس جدا. نهاردة كسبت البطولة دخلك حوالي مليون ومتين وخمسين الفة او اكتر. وبعدين انت انت لفت النقطة مهمة جدا عشان بعض الناس بتخدش بلا. انه الاهلي مدخيله والحاجات دي كلها من البطولة زي بتخد افريقيا زي المشاركة في كاس عام الاندية. في سبونسورز نفسهم هما مضيين مع النادي الاهلي بيشترتوا انه الاهلي يكسب عشان يدفعوا اركمة. يعني في تفاصيل كثيرة عشان احياني ناس تقولك ايه? الادارة لو عملت كده انت نفسك انت كمشجع ممكن ما تلاقيش تعاقد جديد في المسلم يجيب مش يباهميك لوس. انت تعاقدات اللي عندك اللي هي الاسبونسورز دي بتبعى انت بتكسب ايه? يعني انت 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 ليه الاهلي هو اكتر حد ياخد فلوس. ان هو اكتر راح بياخد بطولات واكتر راح بيشارك في البطولات كل سنة في بطولة افريقيا. فالاسبونسورز بنسباله ده ده نادي متشافة لطول. مظهور. هالبقى سنتين الاهلي ما بدعوش في افريقيا. اكيد ده العقد المادي هيالي بتاعك. مم. وكاسا عمل اندين انت بتخلك فلوس رهيبة. مم. فاعتقد اعتقد مش هده بقى القرار اعتقد يعني. عشان كده اعظن انه القرار ده مستحيل. قبط الخطيب اه يعني راجل قروي واستحالة ياخد قرار زي ده. طيب. مباراة بقى النهائية. الاهلي والوداد كورة وفنيا. الاهلي يتعامل مع المباراة دي ازاي? شايفها هتبقى ماشية ازاي? شايف مين له الافضل. ايه طبعا على الورق الاهلي طبعا له الافضل. ايه زى ما انت قلت انه على فرق الكوة يعني شوفنا الوداد. الاهلي يقدر يكسب المباراة. بس هما الفرق المغرب دلوقتي اعتمد اكتر على الحماس. يعني انت كنت تروح لعب فرق المغرب هما لعبت كورة كويسين قوي. صح. فتلاقي عندهم لعب الكورة كتير جدا يعني. ايامنا تلاقي مثلا الوينج ليفت ده سريع جدا وينجرايت سريع جدا وفي نص الملعب بيشوتو. هما الوقت اعتمدهم على الجماهير والضغط اللي بيعملوه كورة العرض اللي بيعملوها. هما لعبهم لعب اللي هو الحماسي اكتر. فانت لازم انت اول ربع ساعة تنتص الحماس بتاعهم ده. فالجماهير عمتا اي نادي اما بيعد كل ما يعدي الوقت. كل ما هما بيضغطه اكتر. في الاول انت على ملعب اللي تجيب جون. كل ما الوقت هيعدي هما الدكتر اكتر. فلازم على الاقل اول ربع ساعة تلسع تحفظه بيخش في الجون. مم. بعد كده تبدأ تلعب بقى. ولا تسجل. وانت في الوقت اللي لو سجلت تبعك ويس. لا ما قصودش اقصد انه الاهلي عنده سيناريوهين يعني. فيه سيناريو عملوا قدام الرجاء في المرة الاولى. وعملوا قدام الهلالي السعودي لو تفتكر. مم. انه انا هنزل اضغط. انه انا هنزل اهاجم. انه انا انزل احاول خلص المباراة بدري بدري. ما اضغط مع الجماهير ده طب ممكن تبقى صعب. ممكن تيجي النتيجة عكسية. مم. يعني انت الاحسن انت اول حاجة تمتص الحماس الجماهيري ده. وبعد كده تبقى تنظم ناسك. مم. انهو الطبيقة ده انت لو هاجمت. وبقى عندك مساحات. هيبقى هما الافضلية معهم جماهير. مم. اضغط الجماهير مع الحكام ما تعرفش الحكام ما تبقى عاملت ازاي. يعني ده المعاملوا نهاية هناك. هيبقى كده الحجم متضبط رسمي. فتبقى مشكلة جدا في موضوع التحكيم. فما في الاول ما تديش مساحات لفرية اللي وديت. بعد كده تبدأ تنظم قطوطك وتبدأ تعمل هاجمات المرتدة. عندك شريف عندك تاو بعرفه يتحركوا ما بينك قطوط كويس. ان شاء الله يكون الاهلي ان شاء الله البطولة ان شاء الله. طيب. شايف الطريقة الامسة لوقتها هتكون ايه? يعني الاهلي مع موسيمان يلعب اكتر من طريقة لعب. شايف الطريقة الامسة لمبارنة هاية تكون ايه? اربعة تلات تلاتة. اربعة تلات تلاتة. حمدي والسلية وديانج. ما تضمشو الاستحويس. اه. انت عندك بيعمل لك رقم تمانية كويس بيقدر يعدي وبيقدر يلوع. صح. والسلية نفس الكلام بلو سلية بيبقى بيبقى صانع عليها باكتر من انه ستة. وحمدي بيقى في ام من الدفاعة. اه ما تفتحش الملعب. انت لو حطيت ناس بموصفات اه هجومية اكتر. هت مسلا لهابت اربعة اتنين اه تلاتة واحد. هيبقى عندك تلاتة او اربعة مضروبين في الهجمة. اه. التلاتة اللي هم تحت الفرق دول الفرق. فهتبقى عندك مساحة في نص الملعب. لكن انت عندك التلاتة في نص الملعب. مامنين كويس. طعب تعمل الاستوحاز كويس. طول ما الاستوحاز كلها في رجلك. انت طعب تكسب الفرق دي. هم. هم المغربة والتوانسة والجزالين. ما بتديهم الاستحواز ويقضي يباصه بالجميلة طيز. رجبوا الماتش خاصة. اوكي. طيب. عايز اعلك على لعيب. كان انت عنه في الانترو النهار ده هو عالي معلول. حش مرهق. طبعا. 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 مرهق. هو انت ماندكش بيدري الكفء بتاعه. بعدين هو بيرجع من الاصابة. مع سنه. بيلعب كل الماتشاط فالطبيعة كده لازم مرهق. السن برضو بيفرق يعني عالي كانت اتنين و تلاتين سنة عاو تلاتين سنة. مم. برضو السن بيفرق يعني. مم. اه. وقت. طبعا. وقت وانت. اما بيجي لك. لا وبيشارك كتير. طبعا. ما بيجي لك. انا اقتر العيب في الاهل ما بيحصل لوش روتيش. طبعا. ما بيجي لك اصابة وانت صغير. اه. كنت عندك عشرين سنة عادي. ترجع وتلعب. لكن كل ما بتكبر كل ما لتأمل العضلات بتبقى اصعب. صح. كل ما المنورة تبقى اصعب في العضلات. صح. اهو. علي معلولة جاري دلوقتي مزي جاري زمان. مظبوط. علي هو العيب كرة وبيقفل حتة بتاعته. لأ ولسه قيمة وحاجة مهمة في الاهل. مهمة بس اصدل ما بقى زي زمان. طبيعي. يعني طول ما انت تعبان بدنيا عمرك ما تفت فكر. مهمة. كاراتك الليها تبقى غالب. مهمة. هو انتهك برضو بلعب منتخب وبيلعب مع الاهلية. مين فرعك احسن سناء ادفاعي في الاهلية دلوقتي. يعني فيه تغيالات كتيرة بتحصل فيهم ياسر وايمن. ياسر وايمن. ياسر وايمن. ياسر وايمن. اه احسنهم يعني اشاف ان هم اقوى حاجة. ايمن اشرف بقلو فترة مش مستوى من المنتخب. آآ رامي برضو بعيد شوية رامي برضو الاصابة بعديده شوية. مهمة. الاصابة اللي عنده دي اللي اصابها في ماتش المنتخب. اعتقد هما الاتنين دول. يعني انسة باتنين يعني. صحيح. في الماتشات اللي انت بتلعبها في في المغرب وماتشات اللي برا دي بتبقى لازم اتنين مميزين عندك في الشراسة اكتر. مهمة لعيب كرة. مهمة. مش محتاج مش محتاج مدافع لعيب كرة الوقت اكتر منو يبقى شرس. مهم. ان انت عندك هجوم شرس هتلاقي ممكن اتنين تلاتة بيهاجموا عليك. كنت تلاتة على اتنين في كل حاجة. فلما برافش يقافوا كويس او بدنيا كويسين. هيتعبوا الاهلي جدا. صحيح. كابتن احمد شرفت ونوارتك العالي دايما والله بس تمتع بتواجد. حبيب يا ربناك. انا بشكرك شكرا جزيب. شكرا. ده كان لك هنا مع النجم الكبير. كابتن احمد السيد. بعد الفاصل نستقبل محمود ديابة محمد عبدالوهاب. نتكلم شوية في شوية الحاجات في الكرة العالمية والمحلية والتفاصيل كثيرة جدا. بعد قصة الفاصل خليكم معنا. يا رب حالكم مرة اخرى. كل حاجة في الكرة النهاردة كانت حلوة بصراحة. او كل حاجة في الكرة كانت ممتعة الى حد كبير. شرفنا بنوارني في استكمال الحديث عن المتعة القروية دي. محمد عبدالوهاب ومحمود ديال. اصدقاء العزاء المميزين دوما. هوبا عمل ايه? اخبرك ايه? كل كويس. كل كويس. تمام. زي الفلاء نهاردة. صلاح النهاردة. صلاح النهاردة مزجني. مزجني. هودا عمل ايه? زي الفلاء كريم. اخبرك ايه? الحمد لله. شرف ومنوار. ربنا خديك يا صديقي. حلوة لقطة بتاعة صلاح النهاردة. طبعا. لا حاجة بتاكد ان يعني ان في حاجة اسمها رمز في كرة القدم. يعني ان الكرة مش مش بس جوء الملعب حاجات كتير قوي برا الملعب. فطبعا يعني حركة عالمية كمان يعني بتاكد ان صلاح ليه دور استمده كمان من قيادته لمنتخف كنس الأمم. فيعني نتمنى ان ان صلاح مع الموضوع ده ومع الرد الفعل الايجابي بتاع الجمهور المصري وجمهور كمان برا مصر. ان يفضل مكمل لان كان فيه شوية شد و جذب كده الفترة اللي فات دي بسبب تجديد عقد صلاح مع ليفر بول. فانا اتمنى ان شاء الله ان هي نفسيا كمان تفرم مع صلاح وان هو ايه الحق طبعا فاينات شامبينز دي. انا مختلف على فكرة ايه محمول. من يثبت انه جميل او يثبت انه حلو او يثبت انه وطني او يثبت انه رمز. او محمد صلاح ليس هايو ثبت. او انا بالنسبة الاهم حاجة في اللقطة النهاردة ده كريم ان الموضوع هينتشار في العالم كله. ايوة. يعني هتلاقي سكاي سبورس و ديني ميل و بي بي سي و كل الناس بتكلم عن الكلام ده. وارد لو فيه علاج لمؤمن ذكرية في اي حاجة احنا مش عارفنا لسه او في شيء العلم يبتقدم فيها. وارد دي يكون حاجة من السكة. السكة اللي بتفتح ان هو ربنا. والإذن الله يشعر مع فيه. فيه مفتاح الزكاء ووجهة نظر. هي دي اهم حاجة بان نظر في الموضوع. فيه اشارة حلوة جدا انه ربما حد بيتفرج ماله يا جماعة الراجل لا. طبعا هو تعبان عنده ايه. طبعا احنا عندنا العلاج دوت. طبعا حد يبعت لمحمد صلاح ولا وكيله يقول له احنا نعرف نعالجه. فانت قلت نقطة في منتهى لهمية كمان. مش زبقا انا يعني معرفش هل في حاجة ولا لا. بس وارد جدا يعني. نقطة صحافية زكية. طبعا. هم برا هم بينقلوا الخبر. هم بيجيبوا كواليسهم. ايوه بيسألوا مين ده. هم مش هيعدوها بسهولة. يعني اول حاجة يسأل مين ده. يعني اول حاجة يسأل ليه رجل ده داخل مالعب ده زمينه. طب هو ليه موجود كده. هيبدا بقى يسأل ويعرف هو مريب بايه. وارد جدا نشوف حاجة يعني بإذن لربنا ايش في مؤمن وعافية يا ربنا. لا تحيلو. هل هي لطل اليوم زي ميقولو يا. ماش هالي اليوم. طيب. تتلون نكلم على المباراة بقى. المباراة نفسها. ليفربول وتشيلسنر. شوفت المباراة زي. والله هي استكمال مسلسل عدم التوازن شوية لليفربول. يعني عايشوا في مبارياته في الدوري الانجليزي. ممكن شوفناه شوية في لقطات في ماتشين فياريال سواء الزهاب او العودة. بس يعني قدر ليفربول بالشخصية بتاعته ان هو يرجع تاني. آآ ليفربول عنده مشكلة ان فيه فترات خلال المباراة. بناشي الشخصية بتاعته ديت عشان بيبجر ديولا بيقفش. لا ايبك. لا انا انا عجبني جدا الحرض التصريحات اللي بدأت ما بين جوارديولا وانك فاكل لما كنت او كريم رامز بتعملوا برنامج الزبان كان فين الشخصية فا ايبك. آآ لا ليفربول يعني انا الشوط الاول او الشوط التاني. او يمكن شوط كامل ليفربول برا تركيزه. وخصوصا كمان ده متزامن مع فكرة النص ملعب ليفربول الدفاعي مش بيقوم بادواره بالشكل الاكمل. يعني فابينيو بقى انا نلاقي ان فابينيو حتى كمان كالياقة وانهو بيعمل فاولات كتير وبياخد كروت كتير. طبعا اتياجه الكنتارا في الجزء الهجومي عمل زيادة هجومية كويسة قوي مع السلاسي الهجومي. سيمكن فابينيو النهاردة مكادش موجود وحاسيت ان وسط الملعب تأثر اكتر بغيابه. طبعا. تأثر اكتر واكتر. لا كمان لو فابينيو موجود بنشوف ان فيه مساحات موجودة في نصف ملعب ليفربول. انا اعتقد يا يوبا انه المساحات دي غالبا بتيجي من الضغط العالي دايما بيعمل ليفربول. بياخد الريسك. يعني ليفربول توي الوقت بيضغط جامد جدا باللعب الوسط والتلاتة المهاجمين. وبياخدوا الريسك اي كرة طويلة تتنظم بشكل كويس للخروج. هي بتلاقي فان دايك ومتيب او فان دايك مسلا وكانوتيه. ويبقى هما الواحدهم بقى يلحاهم بقى ارنل شوية روبرسل شوية. فده لي علاقة باسلوب اللعب يعني. في ريسك معاك ميون في المية وده اللي مخليني برضو بستغرب ساعات من كلوب يعني في مباراة مثلا زي مباراة فياريال. هو ما كانش مطالب او انه هو يضغط ضغط عالي بنتيجة مباراة الزهاب. شوفنا الشوط الاولاني في مباراة فياريال كان متاخد نص الملعب. وكان فيه هجمات كتيرة ومستمر على دفاع ليفر بول. نفس الكلام مثلا في مباراة توتنام في الدوري اللي ممكن تكون سبب رئيسي لو ليفر بول مقدرش ان هو يتوق بدوري انجليزي ان الشوط الاولاني والجزء واجزاء كمان من الشوط التاني كان ليفر بول بعيد فيها جدا عن ان هو يستحوز على الكورة وان هو يهدد المرمى بشكل مستمر. ففيه عدم توازن موجود في ليفر بول. يعني لازم ان هو يحاول يخلق التوازن ده في مباراة ريال مدريد لان ريال مدريد دايما بيشتعل على رد الفعل. وفي الهجمات المرتدة بالنسبة لفينيسي جونيور وكريم بنزيمة شوفنا الاستغلال الامسل. انا في ليفر بول عايز اتكلم عن نقطتين. نقطة الاولانية هي لويس دياس. لعب ممتاز جدا جدا وصفقة يعني من الحاجات بتاعت يورجين كلوب وبتاعت فريق الدياتا بتاعت ليفر بول. متحرك في كل مكان في الملعب بيلعب على باك مش سهل تماما لدفعين والهجومية ريش جيمس. وقابله طبعا تشالوبا اللي كان اشراكه في من توماس تخل قرار خاطئ جدا. فلويس دياس هو صفقة من الحاجات اللي نزلت دايما تيرس نزل على طوله في المكنة اشتغل من اول يوم. صح. فلعب في رأيي هو الاكثر تأثيرا من ساعة ما جاء في هجوم ليفر بول. نقطة انه يفنش. اه بتاعت صلاح الاول. بدايات صلاح. انا ما شوف لويس دياس بدايات صلاح. انه يفنش. عنده مشكلة في الفينيش في اوقات. صح. يعني لعيب امريكا الجنوبية. ده الطبيعية بتاع. الحاجة التانية هي دايما اللي كان الكلام عليها على طول في انجلترا هو ان انت صعب جدا تنافس على كل البطولات في موسم واحد. وده بيجي من هنا عظمة انجاز تسعة وتسعين مع السوريسية في منشستر يوناتد. ده دلوقتي اللي لفربول بيعيشه. لفربول روبرتسون خرج اجهاد. فاندايك خرج اجهاد. صراح من غير محد يقرب له مسيك الامامية. فبينيو من غير محد يقرب له من الاجهاد مسيك العضلة وخرج. فهي دي كلها اصاب بسبب الاجهاد. لفربول لعب كل ماتش متاح في الموسم ده. نهاية كاسر الربطة. نهاية كاسر الاتحاد. وسل نهاية شامبيونز ليج. بيكمل الدور لاخره. فديه حاجات اللي لازم كلوب يحاول ان هو يلملمها في الماتشين اللي فضلين. لان هو يتكلم بعد الماتش ايه ان احنا نعمل تغييرات يوم التالي سوات سوى ثامتون. وده محتاج ده كويس جدا. لان نظريا هو محتاج معجزة عشان نكسب الدور الانجليز. صح. فاعتقد ان هو لو ما ديرش يهند الكلام ده في الماتشين اللي جايين. ممكن يمتد الكلام ده لما بعد كده في نهاية دور الابطال. هو بيلعب نهائيات بقاله شهر. كل ماتش نهائي. وانا حتى نرى المتديد خلاص الدوري بيجرب لعيب شوية دي نصف ساعة دي ده ماتش. لان الريال دايما جايز بلاليا. بالزبط. يعني الريال دايما واللي رايح الريال السنة دي كمال. يعني ما واخد الدوري من فترة. او ان هو مش بنفس على الدوري اصل. بالزبط الدوري خلصان فم رايح الريال. طيب. ده ماتش ليفر بول ويه تشالسي بشكل عام. يعني تشالسي النهاردة ما عملتش مباراة كبيرة يمكن على فترات في الوقت الاضافي. هو نسخة بالكربون من نهائي بتاع كاسل رابطة المحترفين. وانا تشالسي برضو جاله فرص ما قدرش يستغل لها. صح. بس برضو نفس المساحتها بكلم عليك كريم. محمود قاله النقطة مهمة جدا. ان زي ما صفقة دياز على الجانب الهجومي فرق قوي مع ليفر بول وعمل حلول كتير قوي. بس هي نقلت ساديو مانيه من الجناح الشمال لمركز المهاجد. وده يمكن اللي ممكن قلل شوية الاسترجاع الكورة اللي كان مانيه بيعمله في الحالات الدفاعية ليفر بول. يعني مانيه برضو من مجهوده الوفير اللي كان بيعمله مع ليفر بول. كان في الحتة بتاعت رو بيرسن كان بيقدر ان هو بيسترجع الكورة اكتر شوية من لويس دياز. فممكن ده اللي عامل مشكلة شوية مساحات وراه في دفاع ليفر بول. صحة. تفهم معي. تيون خش على اللي عايزين قالوا فاكستيف الاول. انتش عايز. طيب. لو فاكستيف يعني مباراة كانت شبه تحصيل حاصل يعني لأمور المنتهية. بس يمكن تاخد منها وتوديني على مباراة الوداد. الاهلي جايز للمباراة الوداد. الاهلي افضل فنية من الوداد. الاهلي النهاردة دلل انه احسن من الوداد ولا لسه عندك قلقة في اي شيء. لا هو مباراة النهاردة بالنزولة الكريم مش دللل على اي شيء. خالص. طب. مباراة اصلا اهلي متقدم فيها باربعة تجوان. في الديها اتنين بقى الاهلي متقدم من ستة تجوان. يعني الوهل في خاصة افضل ما لك ستة تجوان. فاي لعب اي فرقة في التاريخ. هيبدأ تركيزه ايه اللي غزب عنه. اي واباة. وهيبدأ يا تراخي. ماشي والد ان انت تشاف او تشد اللعيبة بعد المتش على التراخي ده. بس من غير ما تكبر الموضوع عن حجمه. ربا يا اخي خرج علي ما اذا الراجل بيسرخ. راجل مشت رجله بيسرخ. وياسر ابراهيم وخرج مصاب. الحاجات دي يعني اللعب دي كاز انت تخرب بنشتين تدي بقى فرصة لانت عاست تديره فرصة. وخلص في الموضوع ما انتهى على كده. ما فيش حاجة يعني في المطش لا تدي رسالة لحد ولا هي هتدلول الاهلي مش جاهز للوداد. لا خالص. والاهلي والقارة كلها عارفة. اهلي داخل المطش ده ومش عايز حاجة هو فرقة صعبة الاراية يا كريم. لان يعني هما من اكتر الفرق اللي شفتها في دوري ابطال افريقيا السنة دي اللي بيغيروا الخطط بتاعته. يعني هما بينوا الخطط ما بين 4-2-3-1 بيلعبوا 4-1-4-1-4-4-4-2 او 4-4-1-1. عندهم مرونة كمان في مراكز اللعيبة. يعني في عندهم كزا لعيب بيلعب سواء جناح او ممكن يلعب مهاجم تاني جنب المهاجم بتاعهم زي ايمن الحسوني. نعرض دلوقتي التشكيلات والطرق اللي يعني الصور اللي احنا هنعرضها دلوقتي يا كريم بتتكلم عن آخر اربع مباريات للوداد في دوري ابطال افريقيا سواء مطشين قبل النهائي بتوع بيترو اتليتكو او المطشين اللي قبلهم بتوع شباب بلوزداد. هنا مثلا لما نيجي نبص على تشكيلة اللي هي تحت في الصورة تشكيلة الوداد قدام قدام شباب بلوزداد. لان هما لعبوا بطريقة اربعة اربعة اتنيه. تمام؟ ايمن الحسوني هو المفهود اللعيب رقم عشرة. اللعيب البلايميكر بتاعهم. لعب مهاجم تاني جنب المهاجم بتاعهم جاي بنزا. هما ما بيغيروش قوي في ثناء الخط النص بتاعهم. هما ثناء خط النص بتاعهم. يحيى جبران واحد من اكتر اللعيبة اللي بتحرك الفرقة. ولعيب دانمو بالنسبة للفرقة. وكمان هداف وبيحرز اهداف. وجلال الدودي اللي بيلعب ارتكاز جنبه. وهو بيبهدور ادفاع اكتر شواء. عامل مباروحش. اه كان عامل مباروحش. بس الناس الوقت هو اللي كان بيحرر يحيى جبران في مطشات كتير منهم مطشين الزمالك. سواء مطش الوداد او مبارات اللي تلعبت في السادة القاهرة. الفرقة في المجمل. فرقة يعني مكامل الخطورة بتاعتها مش مركزة في المركز المهاجم. او يعني كمان عندهم الاجنحة بتاعتهم. وعندهم ايمن الحسوني. عندهم اربع عناصر. اربع عناصر مميزة قوي. كل واحد فيهم. كان ليه دور في مشوار الوداد بتاعهم. سواء طبعا التكناوتي. واحد من افضل حراس البطولة. واللي كان مؤثر جدا حتى كمان في مبارات امباروح. حتى وهي يعني المباراة بعيدة قوي. فيه كرة صعبة جدا. ان شاء الله في اخر مباراة كانت ممكن تهطر الاجواء جدا. ايمن الحسوني اتكلمنا عليه. لعيب كريات في نص الملعب. ويقدر يحرك الاجنحة او المهاجم الجنب. امين فرحان تماما. المساك بتاعهم اللي بيحرز من كورسابتة كتير. عندهم سهير المتارجي. ده جناح يمكن شبه ثابت. وهم عندهم الحتة دي بيها وفرة شوية. شهر. حتة الاجنحة عندهم اكتر من بديل. يمكن مؤيد اللافي. دي ممكن تكون ميزة بالنسبة للاهلي ان هو مصاب. مش هيكون موجود حتى كمان كبديل. بس عندهم يعني عندهم بديع اوك. واحد من اللعيبة الاجنحة المميزة جدا. يفكرنا بمحمد ونجم وقت الوداد. وعندهم رضا الجعدي برضو والعيب كويس اوي. طبعا مبانزة المهاجم بتاعه. مهاجم كونغولي صغير في السن. موليد الفين. مهاجم قوي جدا بدنيا. مهاجم اللي هو التسعة الافريقي اللي هو بيهد الدفاع. بس النادي الاهلي مع السبات محمد عبد المنع وياسر الابرهيم هيقدروا جدا يتعاملوا. مش هللاقي زيادة هجومية كبيرة او مش هللاقي مبادرة من الوداد. فهم ميزتهم الاساس هي مرونة خططية. عندهم بودة لفكازة مركز. عندهم مكان من خطورة كتير. بس نصل الوقت اللي يهم وقت ضعف. طيب. الوداد هيلعب على ارضه. هيلعب بشت جمهوره. وفريق محترم. لو انت حطيت درجات بين الاهلي والوداد. شاف الاهلي يفرق عن الوداد بكم درجة. بس يا كريم الوداد فريق كويس. ولكنه عند نقطة قوة وعند نقطة قوة جدا. اقوى نقطة قوة هي ضربة السبت. وفي نفس الوقت هي اكبر نقطة ضعفة عنده. ضربة السبت في حالة الدفاعية عنده مشاكل فيها كبيرة جدا. صح. ياحي جبران لعيب كويس جدا. ولكن لعيب مزاجي. فانا وضغطت عليه. وضغطت على الالبانين الدفاع. يعني زي ما الاهلي عمال قدامه فقص طيف انزل ما تدلوش فرصة. او زي ماتش الرجاء كمان. ديش فرصة ان هو يكون يدي فعلي. انت زي ما تبدأ من اول. بترو تتكو مبارح عمل قراءة. انا فاكتر المبرك كويس. عمل قراءة عراضية بعدد كبير لما يشير رقم بالزبط. بس عمل قراءة عراضية كتير على الوداد. بالزبط. دي استغلال النقطة الضعف ان انت بتتكلم عنه. دي رقم اثنين. رقم او دايما الحاجة اللي هتكون الحاجة فاصلة طبعا. احنا ما عرفش ايه اللي يحصل لحد ما يوصل الفاينال والحكم والماتش هيتلعب ازاي وكل حاجة. بس النقطة الفاصلة دايما. الاهلي هيبدأ ازاي. الاهلي لو بدأ زي ماتش الرجاء. زي ماتش وفاق السطيف اللي في القاهرة. زي ماتش الهلال السعودي في كاسع عامل الاندية. الاهلي يقدر يكسب الماتش ده. بس كنت بقول نفس الجملة دي لكابتان احمد السيد. الاهلي يخد اللاعبين والجمهيلة هي طبعا موجودة. دي طبعا هتبقى مش سهلة. طبعا. طبعا لازم اعداد من قبلها انت تنزل هتلاقي الملعب غالبا متقفل ضعفش الدستا الموضوع يمشي ازاي والتزاكر والكلام ده كله. تلاقي غالبا ملعب متقفل. انت مشحون ان انت الملعب ضدك والفرقة ضدك ومتوقع ان الحكم يبقى ضدك. فدي كلها حاجات هتصعب بدنا شوية على مسلمان. مهما تحلم. مهما تحلم. مهما تحلم. جميل الوداد هتبقى اكتر بكتير من جميل. طبعا. مهما تحلم. ماش خلاف. طبعا. يعني هنقول الجمل حلوة اللي هي بتاعة خمسين خمسين وسيب الكراسي فاضية. كل ده هيبقى. وفي النهاية الكاف الاهل لما فيش لو الاهل ما داشتش يبيع تذكروا الكراسي مش فاضية. بكل بساطة. فده بعيدا عن الاهلي في رأيي. وده موش راقب الوداد. الاهل يتعامل مع الازمة دي. كان لازم يكون الموضوع ده ماشي من بدري. ولكن على الارض الملعب بقى. أنا رأيي ان الاهل يضغط بكل الطرق اللي هو شاف ان هو يقدر يضغط بها مع عدل انسحاب. يعني طلع الانسحاب من الحسابات. اي شيء تاني عيس يضغط بيه اضغط بيه. طيب. هاجيلك في الانسحاب وهاخد رأيي هوب. ليه الانسحاب هيبقى مشكلة. عشان الناس برضو مش واغد بالها الانسحاب دي. عغير العقوبات. كمان بتصدر صورة غير الصورة اللي الاهلي بيبني فيها بقى له سنتين. عايز اقولك يعني على كلامك برضو. هو كلام محمود على ماتش وفاق السطيف. هدف محمد شريف اللي هو الناس شايفينه يعني مش مهمة او يعني. كتب تاريخ للاهلي مستمر وممكن يكمل كمان سنين. ان دي المباراة رقم 18 للاهلي مع موسيماني قدام فرق عربية. سواء في بطولة افريقيا او كاسا عامل اندية او سوبر. والاهلي فاس في اربعتاشر مباراة وتعد في اربع مباراة بس. لا يقصر امام فرق شامل افريقيا. هي منعت اي اخصارة من فرق عربية بشكل عام حتى كمان الهلال الوضحية. الاهلي مقصرش في الادوار الاقصائية في اخر ثلاث سنين في دوري ابطال افريقيا. فكل التاريخ اللي الاهلي بيكتبه ده ما ينفعش بعده ان الاهلي ينسح. رقم واحد. رقم اتنين طبعا موضوع العقوبات والاهلي يجرب الموضوع ده في التسعينات وفرق معه جدا في سباقه مع الزمالك قبل سنة الفين في موضوع البطولات الافريقية. صح. غير كده كمان موضوع الانسحاب يعني لو فيه فعلا قضية زي ما محمود بيقول. لو فيه فعلا قضية والقضية دي احنا قدرنا نثبت ان الموضوع فيه ظلم بين حصل على النادي الاهلي او على الكرة المصرية. كان ساعتها كل الناس كانت هتبقى وراء قرار الانسحاب لو يعني كان وارد ومتاح يعني. بس زي ما احنا احنا اتكلمنا ان ممكن شوية اخطاء ادارية حصلت. ان احنا كان ممكن نستبق الموضوع ده وحصل الاهلي بشخصيته في افريقيا. ان كان لازم يحصل. في خطأ من الاهلي في خطأ من الكرة. بس الخطأين دول ابدا ابدا ما يقولوش ان الكافة عمل حقيقي كارثة كبيرة جدا. انك تستنى لحد مطش العودة. طبعا. انك ما بحصلش في حتة في العلم غير في خطأ. انك تخلي مغلل تصاديف لسنتين متلاتين كل حاجة غلط يعني كل حاجة عماله كاف كان غلط. ليه اللي انسحاب مشكلة. مش الناس تبقى برضو فهم. هو عمول الاهلي لو انسحب من البطولة. فالعقوبة مئة الف دوار غرامة. وحلما من المشاكلة لمدة سنتين. ده مبدأ اي. ده مبدأ ده ده القرار ده ده القرار الإداري. ثانيا مش يكون معناه ان ان الاهلي كشف الكاف او ان البطولة بوزت او ان دودا هيكسب لأ خالص. هيصعد وفوخ السطيف. في خاصة مع الوداد وتم الترجي. في لعب الوداد في المبرارة نهائية. ثالثا الحالة بتاعة الاهلي غير حالة الوداد. المبرارة كانت هتتعاد مبرارة الترجي والوداد هو اللي رفض وقرر يوح المحكمة الرياضية. فدي حاجة تانية غير دي. فنسيجة الانسحاب. الاهلي حرم المشاركة سنتين. في وقت هو مساعدة على القرار الأفريقية. ويقدر ان هو يكمل في القصة دي. هتعقب بجرامة طبعا بعينها عن جرامة. والنهاية في الاخرية يتلعب بمجرات الوداد ما بينه جاد وفي القصة. دي فعادة بقى عشان هختم بيها انه الناس ما بتاخدش بالها من الخسائر المالية الضخمة والمرعبة جدا. لو الاهلي خاد قرار زي ده. وانك بتاخد مكافئة البطولة. انك بتوصل كاس العام للانديا. ان الاسبونسورز نفسهم الجايين لبطل افريقيا بيشارك في قطاط افريقيا. يعني في تفاصيل كثيرة جدا. اللي الجماهين المستنية الاهلي جيعمل بها صفاقات وخلاف. ومش هيقدر يعملها بعد كده. انا مع الضغط كل الوسائل الممكنة الى الانسحاد. وانا شايف من الاهلي ماشي بشكل شبه مثالي. في شكل الضغط وشكل البيانات وشكل الخطفات. كريم انا هقولك حاجة اخيرة بس بالنسبة للوداد ونوع الضعفه. انه هما بيتهوروا. بيتهور. والاهلي بيستفيد من التهور ده في البطاقات. وشوفناها في مباراة النهائي السنة الفاتد ودام كايزر تشيف. شوفناها في مباراة الوفاء السطيف في الزهاب. شوفناها في مباراة الهلال في كاس عامل الاندية. فلعيبة الهلال الوداد اسف. لو كلنا تابعنا مبارح. في كرة ثابتة. خصل فيها انصدارين في كرة واحدة. فلعبتهم بتتوتر. وعلى فكرة الوداد نتائجه احسن برقاته. فدي حاجة ممكن تكون ايجابية بالنسبة لها. وحنا نروح لهم على الملعب. شكرا جزيلا. ده كان ختام حليتنا النهاردة من رقم عشرة. يا رب تكونوا استمتعتوا معنا. واشوفكم يا رب. على الان.